يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الاهلي بكل مكان في العالم يومكم جميل بإذن الرحمن وبرحب بكم جميعا في بداية حلقة جديدة من عرش الصبح في الاهلي أكيد حتكون مليانة كلام عن الكورة بشكل عام وعن النادي الاهلي وعن منتخبنا وحضراتكم أكيد متابعين كويس أو الدنيا أي ما بقالها كم يوم وما قعدتش فيتوريا مكمل ولا مش مكمل هل في خبر عن استقالة هل في خبر عن إقالة لغاية لما تحسب الموضوع والغاية قبل الهوى بخمس عشر دقيقة أنا ونهوانتكم العديم بنضرب كف على كف من بابل الاندهاش إن احنا بندفع 800 ألف يور وغير الألاف المؤلفة اللي دفعت قبل كده عشان نشل الشعب مصري يعني ده باختصار شديد اللي حصل مع يعني فيتوريا ومنتخبنا هدخل مع حضراتكم في كل التفاصيل لكن بداية كده حسم الأمر الحمد لله صباحا اللي عليك حسم الأمر الذي فيه صباحا الخير والهالة على حضراتكم وزي ما كريم بدأ كلامه وبدأ الحلة الحديث أعتقد دلوقتي الأبرز على الساحة الرياضية هو ملف فيتوريا وملف المنتخب احنا هنعمل يا جماعة فيتوريا كنا بنسمع مبارح وقلنا لحضراتكم في اجتماع بعد فترة الهوى سريعا حيكون بعد تريبا كان الاجتماع مبارح بعد الهوى بساعتين حاجة زي كده قلنا لحضراتكم حيتم حسم فيها موقف فيتوريا الرأي العام كان إن فيتوريا لازم يرحل الناس كلها تقريبا من نسبة 99.9% قال لك فيتوريا لازم يرحل لو حضراتكم دخلتوا على تويتر تحديدا وكتبتوا إقالة فيتوريا حتلاقوا إن 99% الناس قالت لك اختيار كان غير موفق من البداية وإحنا مش عايزين فيتوريا يكمل معنا والواحد في البيان ناقص كان فيتوريا نفسه كان فيتوريا دائما نفسه والعيلة المشكلة إن مش قصتنا كانت أو الملف الأبرز هو فيتوريا ماشي ولا فيتوريا قاعد خلاص فيتوريا ماشي فيتوريا حيمشي بس هي قصة بقى الأصعب لما فيتوريا يمشي هيمشي إزاي هندفع قد إيه وهيجي مين مكانه وقال لما نجيب حد تاني مكانه هيتم تكرار نفس الأخطاء بنفس المشاكل بنفس كل حاجة بنفس السيناريوات سخلي بقى لك من حاجة كريم أنا لما بمشي في طريق بنفس التكنيك حوصل لنفس النتيجة إيه وحد يفتكر إن مثلا هديك مثال بسيط جدا أنا دلوقتي عايز أروح سكندرية كل ما يجي أروح المحطة أركب قطر أسوان ما هروح أسوان أنا عايز أروح سكندرية فأغير بقى المحطة يمكن تواديني سكندرية أغير القطر يمكن تواديني سكندرية فهو ده الكلام أنا ماشي بنفس النهج هاخد نفس النتيجة فاللي عايز نتيجة مختلفة يمشي بنهج مختلف هادي النقطة إحنا ماشيين بنفس النهج الحمد لله اه copy paste copy paste copy paste اختيار غير موفق اختيار غير مدروس بعد كده احنا كشعب على فكرة أنا هعترف أنا كنت من الناس اللي دعم بشكل كبير جدا روي فيتوريا لو أنت فاكر كنت بقولك أنا متفاعلة بالراجل وحتى لو مدربش منتخبات الراجل ده أملنا فيه كبير والكلام ده كله بس للأسف الشديد على الأرض الكلام ده مش موجود أصلا وحنكلم حضراتكو على فكرة بالأرقام وحنتكلم بكل شيء وحنتكلم عن التصريحات بتاعته اللي أنا شفتها برضو يعني ملاش ايه اساس من اللي بيعارف انت اللي ما تصرح حاجات معينة وإحنا في حاجة تانية خالص لحد يجي يكلمك في موضوع وانت تخشيره في موضوع تاني خالص ففي لخبطة فيه تخبط بس على كل حال النتيجة النهائية أن حضرتك دفعت رقم كبير جدا 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 كشرط جزائي عشان الراجل ده يرحل مين بقى اللي جاي ده هنتكلم فيه كتير وطبعا من دلوقتي الأسماء عملها يتم طرحها وقال لك واحد برازيلي لا واحد مش عارف بني لا واحد إفريقي ما علينا دلوقتي ده مش وقته بس اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان احنا في أزمة حقيقية وانتمنى يكون فيه حلول يعني او انتمنى يكون فيه كلام يطمننا شوية لان طبعا اللي بيحصل ده صعب جدا مش كل شوية احنا كجماهير مصرية اللي بندفع تمن اختيارات خاطئة خاطئة غير مدروسة وباي دا وي او بالمناسبة حتى الاختيارات اللي كانت فبعض الاحيان وحتكلم عن العام الماضي لما انت جيبت تلاتة مديرين فنيين وكل واحد على فكرة كان لو اخد فرصة ربما كان عمل حاجة فيه ظلم حصل يا كريم النسخة اللي فاتت العام الماضي فيه كان عدم استقا عدم احترام الى حد ما برضو المديرين الفنيين المحليين الشكل اللي جم بيه والشكل اللي ميشي بيه كانوا سيئين جدا يعني خلينا نتكلم بقى بصراحة دلوقتي ان انت فاكر انا وانت في بداية الموسم قلنا ايه قلنا احنا مش هنحاسب قلنا احنا مش هنتكلم وعلى فكرة وكان الصح ان انت تدي فرصة لللي قدامك شوف هيعمل ايه شوف للنهاية اخر اللي قدامك ايه وبعدين خذ اكشن احنا بنتكلم في كده دلوقتي لو حضراتكو تبعتونا في عشر صبح تحديدا انا بتكلم لان انا مسؤولة على البرنامج ده انا وكريم احنا ما كناش بنحاسب فيتوريا على اي حاجة وعمرنا ما انتقدنا فيتوريا احنا كنا بنقول حلانتظر للنهاية يمكن فيه حاجة احنا مش شايفانها يمكن فيه حاجة احنا مش حسانها بس احنا ما كناش بنحاسب بس لدينا جينا في الاخر وحاسبنا جامد جدا ودفعنا تمن العك اللي كان حاصل في الملف ده الحقيقة طول السنين اللي فاتر احنا مش بنتكلم على فترة صغيرة بنتكلم على سنوات وعلى فكرة ناس كتير جدا من الجمهور يعني كانوا مستفزين كل الاستفزاز لما يعني صدر او ظهر للنور بيان الاعتزار من اتحاد الكورة وقال لك اعتزار ايه وانا خبطتك في كتفك وقول لك انا اسف ده احنا بنتكلم على منتخب مصر ودي حقيقة طبعا بطبيعة الحال هنكمل كلامنا في هذا الملف اكيد لاحقا ولكن في البداية خلونا بداية كده بس نعرفكم من الساعة التانية حيكون عندنا فيها كالعادة فقرتين حواريتين الفقرة الاولى عن الرماية وحينورنا فيها بطل العالم عمر كمال وفقرة التانية حيكون فقرة كوروية بحثة مع الاستاذ محمود صبري الناقض الرياضي عودة بقى لحديثة الساعة وبرضو عشان يعني كملنا لكل حضراتكم تفاصيل هذا الخبر تم بالفعل بالامس اعلان مجلس ادارة الاتحاد الكورة برئاسة الاستاذ جمال علام اقالة البرتغالي روي بيتوريا المدير الفني للمنتخب الاول من منصبه تم ابلاغ بيتوريا بقرار الاقالة خلال جلسة مع المسؤولين في اتحاد الكورة لانهاء الامور المالية الخاصة ببيتوريا والمساعدين وتزديد الشرط الجزائي بيتوريا كان تولى قيادة المنتخب في يوليو من العام قبل الماضي وكان طبعا مع المنتخب يعني الوضع بمرحلتنا قبل امم افريقيا ممكن يبقى فيه كلام لكن مع بداية وانطلاق فعاليات امم افريقيا احنا شفنا ما لم يرضينا باي حال من الاحوال منتخبنا اخفق تماما في تحقيق اي انتصار يذكر في بطول الكاسة الامم الافريقية بكود فور ده اللي اثار طبعا غضب الجماهير في كل مكان النتائج كانت دون المستوى منتخب مصر تأهل لدور الستاشر وصيفا في مجموعته برصيد تلت نقاط من تلت تعادلات خلف منتخب الرأس الاخضر اللي طبعا تأهل وقتها بسبع نقاط ويودع بالتالي منتخبنا منافسات البطولة من الدور الستاشر بركلات الترجيح ضد الكونجو بعد ما تعدلنا معهم من نتيجة واحد واحد طيب انا هعمل كشف حساب الحقيقة لان احنا وكنا بنجهز قلنا لأ حقنا ان احنا نعمل كشف حساب لحضراتكو يعني في الاول وفي الاخر نتكلم شوية بالارقام عن كشف الحساب ونتكلم مع فيتوريا كده ارقامه مع المنتخب من وقت تولي المهمة حتى لما قلنا له مع السلامة او لحظة الوداع في امم افريقيا اولا هو تولى قيادة المنتخب في يوليو عشرين اثنين وعشرين يعني اكتر تقريبا من سنة ونص اقول لحضراتكم كمان عدد الايام احنا حسبناها خمسمية سبعة وستين يوم حلو خاط خلالها منتخب مصر كان مباراة 18 مباراة منها 8 وديات و 10 مباريات رسمية طيب الشكل العام كان ايه هو حقق المنتخب الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر مبارتين وسجل لعيب المنتخب عدد اهداف 40 هدف مع فيتوريا طيب دخل فينا كم جول دخل فينا 13 جول جميل طيب بالنسبة يعني ده بالارقام تعالوا بقى نروح للمستوى الفني شوية لان المباراة اللي قادها منتخب مصر برضو ما اعتقدش ان اي حد بيتفرج وعنده معلومات يعني خلينا نقول متوضعة في كورت القدم يقدر يقول ان المستوى كان افضل يعني من جيد هو كان جيد يعني هو مستوى مقبول جيد عادي زي المباراة اللي انت لعبت عندك تلعبت مع النايجير وملاوي واثيوبيا وجنوب سودان وزامبيا وجيبوتي مش عايز انسى حاجة كان سريالون وتنزانيا وغينيا طيب لما انت جات بقى كل دي كانت مباريات كده ايه انت بتجهز نفسك طيب لما جات المباريات او لحظت المواجهات بقى المهمة لا انت ما كنتش موجود انت سقطت من البطولة بطولة كاس امم افريقيا انت ما كنتش فيها تقريبا موجود او حاضر انت ما حققتش اي فوز اللي درجت ان الناس بتادت التارية يا كريم تقولك انت لو فوزت البطولة دي او تأهلك هيبقى بالتعادل من امتى احنا منتكلم كده عن المنتخب مصر والاربع مباريات اللي حضرتك خطها كان امام موزنبيك وغانا وكاب فيردي والقانوغ وديمقراطية يعني لا انت حققت ارقام سلبية او خروج كانت يعني غريب جدا الحقيقي والحقيقة الواحد لا يقلل من المنافس لكن الوضع كان صورة وحشة انت ملعبتش حتى كويس وبعدين ما توفقتش والاخر انت اصلا ملعبتش فمش عايزين نقرر كلامنا ده كتير بس هو واقع نقرر كلامنا بس هو واقع بس لا مش هتحزين احنا عرضنا لحضراتكم اللي قدموا فيتوريا بس اللي قدموا فيتوريا ده هل بالنسبة لحضراتكم وبالنسبة لنا احنا كريم مردي هل بالنسبة لنا ان انت تخش ما تحققش اي فوز وتيجي يعني بعد كده تاني المجموعة بسبب هزيمة منتخب غانا مش كمان بمجهودك وده بلغة الارقام والفنيات يعني عشان نحنش برضي يقول اننا ظلمنا فيتوريا احنا بنتكلم بكل اللي سردناه لحضراتكم ده يردي مين يعني واضح انه يردي فيتوريا نفسه الراجل خلق لا خلي بالك اقول لك على حاجة الراجل الراجل انا على فكرة انا ملوموش يعني ما جيش مثلا لقول لي فيتوريا انت ازاي ما كنتش مدير فني كويس هو الراجل امكانياته هي هو الراجل السيفي بتاعه اهو انت جيت عستني انت جيت عملتلي اوفر انا وفقت جيت عملت اللي علي في حدود امكانياتي ومشيت يعني فاهم قصد يا كريم مش غلط فيتوريا يا جماعة الغلط من البداية ان انا كل شوية بيبقى عندي تخبط وانا ما بتكلمش على اتحاد كورة ومسؤولين بعينهم انا بتكلم في العموم لان الازمة دي بقى لها 14 سنة فالقصة مش قصة اتحاد كورة دلوقتي او شخص بعينه هو اللي جاب فيتوريا وبرضو ليس دفاعا عن هذا الشخص لكن القصة كلها هي حاجات متكررة يا كريم في تخبط انا بخترع على اساس ايه وبالارقام دي ايه كريم لو الكلام على اتحاد الكورة لأ طالما فيه استدامة لمدة 14 سنة فعكي اداري بينتج عنه شلل رباعي للشعب المصري كله يبقى لازم نسمع قريب المفروض خبر ليه علاقة بفكرة الحساب فكرة المحاسبة حلوة النقطة دي وضع عظيم بك دير كده هنكمل على نفس الوضع الفترة اللي جاي عمره ما بتحصل على فترة في مرة انت سمعت ان كان فيه محاسبة ليه مثلا خيانقول مدير فني او لأي شخص كان مسؤول عن اختيار مدير فني في فترة ما لاتحاد المنتخب مصر انا نفسي اسمع عمرنا ونفسي احضر اليوم دي عموما شخص لان احنا بنكلم في نهاية الامر على منتخب مصر ومنتخب مصر المفروض المفروض بوزنه وثقل وزخمه وتاريخه وانجازاته وكل حاجة تتعلق به المفروض من بقاش منتكلم في الاحلام منتكلم فيه ده اصلا بأي حال من الاحوال فسبحان الله احنا بنحط نفسنا كف على كف ونندهش ونبص البعض بزجوه طب ما هو بعدين واخرتها يا حضرات على كل احوال قرار الاقالة صدر بالفعل وبعد قرار اقالة بيتوريا اصدر اتحاد الكورة مجموعة قرارات تنظيمية اعتقد ان هي مهمة اهمها تعيين محمد يوسف مدرب للمنتخب الاول لحين اختيار مدرب او مدير فني اجنبي وتشكيل باقي الجهاز المعاون لي كمان قرر مجلس ادارة اتحاد الكورة تعيين علاء نبيل نجم المقاولين العرب السابق في منصب المدير الفني للاتحاد وعن فكرة المنصب ده كان فيه ناس كتير بتطالب يكون موجود لازم من ضمن المستجدات ان يكون فيه منصب للمدير الفني للاتحاد ويعمل بشكل مستقل وشملت قرارات الاتحاد الكورة كمان الموافقة على اختيار اتنين من المدربين لعمل معايشة خارجية وكمان تقرر انهاء التعاقد مع الجهاز الفني للكورة النسائية وايضا الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم لدولي الأكاديميات بالشراكة مع شركة استدادة الاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة يعني الهيئة كانت جلسة مهمة جدا وتاخدت من خلالها القرارات مهمة جدا عندنا لسه الامل ان الامور تتحسن للأفضل بما يليق باسم مصر الفترة الجاية ان شاء الله بس انا يعني معاك ان دلوتي بيتم اتخاذ اجراءات يعني سريعة زي ما بيتقال كده بنحاول نخبي اللي حصل او بنحاول ان احنا نلم الموضوع بس القصة برضو في الاول في الاخر انت بتجيب مدرب لمنتخب مصر وان كانت لفترة دلوقتي زي ما بيتقال اللي هي الفترة الانتقالية بس ايه الفكرة يعني انا محترامي طبعا الشديدة بس عايز افهم ده تساؤل وانت دلوقتي هل انت بتفرد هذا المدرب مثلا على المدير الفني اللي حيجي بعد كده ولا كالمفروض نجيب المدير الفني وبعد كده جيب المدرب وبعدين اعتقد ده ممكن يبقى ظلمة اصلا ليه اللي واقع عليه الاختيار يعني كابتن يوسف نفسه فالقصة انا يعني شوية انا مش عارفة ايه للمفروض يتم قبل ايه انت عايز تجيب في الاول في الاخر قضيتك مدير فني ولا يعني مدرب انا مش عارف اقولك بقى شفافية بقى ومؤتمر صحفي من الصنف اللذيذ تعرفي من خلاله الناس سواء الحضور الصحفي غريبة شوية او الدنيا كلها ان احنا هنعمل كده عشان كده وهنعمل كزا عشان كزا خلينا نشوف بس بقى قبل ما نسيب الملف ده انا عايز اروحي لتصريحات فيتوريا اللي كنت بقول لها حضراتكو عليها اللي هي شوية ما فيهاش ممطق يعني مثلا هو قالك في المؤتمر الصحفي كان بعد مباراة الكونغو قالك دي مش النهاية دي ولم نتوقع الهزيمة حلو بقى انا بحب الثقة اللي بتبقى دايما الموجودة بس اللي ما تبقى على حق حقيقة يعني اللي لم نتوقع الهزيمة سوء الحظ كان السبب في خسارة مصر بتهيقلي تاني حرجعقول نفس الجملة لو حد ما بيفهمش كورة بس هو بيتفرج عليها كده لما يعني يجي له وقت حيقولك الكلام ده ليس له اي اساس من الصحة احنا ما كناش بنلعب وسوء الحظ هو اللي خرجنا لا احنا ما كناش بنلعب اصلا احنا ما كناش موجودين اصلا وبعدين اتكلم هو على كذا نقطة طبعا مش حقرة كل التصريح بس مثلا من التصريحات اللي انا سمعتها اتكلم عن ان التقس كان وحش وان اللعيبة بتاعته وصيبوا منهم الاساسيين عندك كمحمد صلاح وغيره مثلا وشناوي ويمام عشور وهكذا طيب تاني يعني فكرة اننا كمدير فني لمنتخب مصر طالع بعلق شماعة خسارتي على الجو وعلى بعض الاصابات طب احترامي الجو ده شيء ولا مفروض يفرق معانا احنا مش منتخب بسيط وبعدين مش حكس بقى كده اصلا باية المنتخبات اللي كذبت بتلعب في نفس الاجواء على فكرة ده رقم واحد رقم اثنين انت جاي تكلمني على اصابات طب انت بعملتش سكواد واثنين ليه انت بعندكش بدل اللاعب في نفس المركز واحد واثنين ليه يعني ايه على لعب بتاعي اصيب فلا معلش انا كده مش حارة فاكمل مش حكس ما كده يعني وتصريحات تانية كنا اقرب للفوز في اوقات كتيرة في مبارات الكونغو لكن النهاية ليست سعيدة يعني عارف يا كريم اللي هو ايه وده عكس التصريحات اللي هو على فكرة فيتوري على مدار انت بتتحك من التصريحات عارفة بتحك لیه عارفة تحديدا على ايه بتحك على حتة النسوق الحظ هو اللي خرجنا لا ya excellent ده حسن الحظ هو اللي طلعنا الدور ال16 اساسا لان احنا اصلا اتصعدنا باقدام الاخرين حسن الحظ هو اللي ساعدك على ان انت يصعد الدور ال16 مش النسوق الحظ هو اللي خرجنا صحيح لا هقول ley لا انا هختم بقى بالتصريحات اللي هو ختم بيها وقالك إيه بقى هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة سنفكر جيدا قبل أي قرار الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا مباراة اليوم ونعمل على ذلك بص تاني حرجع أقول أنا معنديش شك أن روي فيتوريا كان جاي عنده طبعا حلم أنه هو يكسب مع منتخب مصر أنه حقق المطلوب منه يعني أنا قابلته على المستوى الشخصي راجل على المستوى الشخصي لطيف جدا تحسه عايز يعمل حاجة بس ده لا يقلل منه كإنسان بس فكرة أنه أنت ممكن ما كنتش قد الشيلة من الأول على فكرة كل واحد عنده إمكانيات يا كريم لا يقلل ممكن حد تديك شيلة أتقل منه وما لو اختاروه هم الناس اختاروه هيا دي أنا جايلي أنا دلوقتي لو تعرض علي أروح أشتغل في قناة ما حاجة أنا شايفة أن هي أكبر من إمكانياتي مثلا بكتير شما اللي اختاروني هروح بس أنا لو بحترم بقى نفسي أكيد هقول أنا اتضرب وبعدين يجي أعود على كرسي الموزيع عندكم مثلا لو أنا إمكانياتي لا تسبح الشخص يطور من نفسه حلو أن يجي لك فرص أكبر منك حلو جدا محدش تولد كبير محدش كان كبير لكن القصة كلها كريم أن أنت طور من نفسك أو على أقل لأن طبعا وحشة جدا خلي بالك هو أول منتخب يمرنه أو يدربه وفي نفس الوقت برضو المهمة بقت بالفشل فهي برضو في السيفي بتاعها كريم مش أفضل حاجة طيب قبل ما نليفل هذا الملف خلينا أنا وإنتا نروح لأن أنا وكريم برضو كنا عادين قبل الهوى بنجهز نشوف ردود الأفعال برضو المختلفة الناس قالت إيه يا جماعة هل الناس مبسوطة والناس فرحانة ولا الناس حزينة على رحيل فيتوريا أدي نموذك علاء الشعباب يقولك إيه نعيد من الأول تاني نقطع من الأول تاني بنلف في نفس الدايرة برضو ماشي اللي بعده ده تعليق علاء شريف محمد مدرب كان محطوط عليه أمل كبير دي حقيقة بالمناسبة بس مش عارف إيه اللي حصله في أمم أفريقيا سعد المغني قالك قالت فيتوريا لتسكيت الجماهير لا تنفع محمود بقى جمي الآخر قالك يا رب نختار اللي جاي صح يعني طيب ناصر عفك إحنا جيبنا كده سريعا أنتوا لو دخلتوا حضراتكوا على تويتر وشفتوا كم الكلام المكتوب لا حاجة تحزن ناصر حسين إقالة بستين مليون جنيه يا بلاش والله في حاجة بتتقال بعد كده يا بلاش والله عو بالما نقال بالرقم ده بص لا يعني لا معتقدش هيحصل ما حصلت مع بيتوريا يا ربك لما يريد يا نهوان يا رزاق على كل حال طيب خلينا نروح لخبر تاني وخبر تاني برضو من الأخبار اللي في غاية الأهمية واللي كانت مطروحة بشكل كبير جدا بالأمس وناس كتيرة كانت مستنية جماعة هو مين اللي ممكن ييجي بعد كده عندنا مش بعد كده مين اللي حييجي عندنا حارس مرمس معنا أسماء كتيرة جدا بارح أمير توفيق مدير التعاقطات ويلقائم بأعمال مدير التنفيذي لشركة الأهلي الكورت القدم أعلن عن تعاقد النادي الأهلي مع محمود الزنفولي حارس مرمس داخلية لمدة ست شهور على سبيل الإعارة وبنية الشراء الموضوع هنا بقى متوقف على الزنفولي نفسه فرصة ذهبية بكل ما تحمله كلمة من معنى انت دلوقتي عندك زي ما تقول اختبار فرصة يعني اعتقد في شغلك مش هتحصل احنا بنتمنى ليه أكيد كل التوفيق لكن ست شهور مع نية الشراء ده طبعا المتوقف على أدائه تم انهاء كافة الإجراءات مفروض الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد معاه والأهلي كان عنده إشكالية كان لازم يحلها يعني كان لازم يحلها على مستوى حراسة المرمى بسبب طبعا إصابة الشناوي خلال المشاركة كانت مع منتخب مصر في كاس الأمم وحيغيب الشناوي لفترة وكلنا بتكلم حضراتكو تحديدا هتوصل ربما لست شهور بعد الإصابة بخلع طبعا في الكتف وكان عمل عملية جراحية كانت كبيرة في ألمانيا أن نتمنى له السلامة ونتمنى الشفاء العاجل ونتمنى يعني كل التوفيق للزنفولي كل التوفيق لأي شخص بينضم اسمه للنادي الأهلي وخليني برضو أقول حضراتكو على الزنفولي شوية هو مش صغير بالمناسبة يعني هو 31 سنة في نادي الداخلية يمكن نادي الداخلية يعني بيوصارع عشان بقاء طبعا فيه الدوري المصري الممتاز أرقام الداخلية أكيد ما ينفعش أنت تحكم على لاعب فيها لأن فيه فارق كبير جدا بينها وبين النادي الأهلي والداخلية والنادي الأهلي يعني بس مبارح أنا تابعت مدخلة لوكيل أعمال الزنفولي كانت مع زميلنا العزيز سيف زاهر وأنا فيه كم حاجة لفتت نظري الحقيقة عايز أتكلم فيها يعني أولا وكيل أعمال الزنفولي بيتكلم أنا حسيت أن المكالمة بجد يعني هو بيشكر فيه أنا عجبني عجبني ده بس هو بيشكر فيه وبيتكلم كأن مثلا أنت راح تجوز ابنك ده متدين ده مش عارف إيه ده يا تماشا مع النادي الأهلي ده حيبقى نجم حراس المارمى الجايين ده حيبقى حارس مارمى المنتخب الجاي عارف كل الكلام ده حلو جدا بس خلي بال حضرتك من حاجة ودي نقطة مهمة جدا كل الكلام ده حيحط ضغط كبير قوي على الزنفولي وحيعلي قوي سقف التوقعات لجماهير النادي الأهلي فأنا بحسيت عارف يا كريم لازم تسمع المداخلة دي حتى سيف زاهر الإعلامي كبير طبعا كان بيتكلم أو بيقوله أنا أول مرة أشوف كلام بهذا الشكل وبهذا الثقة أنت متأكد يقوله أنا متأكد حيبقى حارس مارمى منتخب مصر القادم الناس كلها هتتكلم عن الزنفولي هو القادم على فكرة حلو جدا تاني الثقة من وكيل أعمال للاعب وإحنا أكيد عارفين قيمة الزنفولي طالما قبلنا أن هو ينضم لي النادي الأهلي وأكيد برضو دي إضافة لي ولي دا ما فيش مشكلة أبدا بس بالكلام ده على فكرة يساوي يعني ضغط كبير فأنا تمنى يكون الزنفولي على قدر المسئولية دي وقدر الكلام الكبير اللي وكيل أعماله كان بيتحدث بشأنه عموما دلالة على شطارة مدير الأعمال من ناحية ومن ناحية تانية الحقيقة الزنفولي نفسه وأنا معاكي جدا أن فعلا أكيد ما ننفعش نحكم عليه أو في الظل وتواجده مع الداخلية لعدة لمليون اعتبار بزرط الأقام هو ليه مشاهدات كتير يعني اتضح من خلالنا هو فعلا حارس مرمى مميز جدا فكرة الضغط أعتقد أن هي كده كده موجودة بطبيعة الحال يعني بغض النظر عن كلام موكيل أعماله من عدمه لكن هو كده كده أكيد هيبقى محطوط تحت ميكروسكوب واللي عادين في عين الميكروسكوب هو مجمور النادي الأهلي في كل مكان وبعدين هو جاي كمان في توقيت شديد الحساسية وفي ظرف استثنائي فعلى رأيي من هاوان فعلا دي يعني ممكن جدا ما تتكرر لهوش تاني في مشواره الرياضي والكروي فكرة أن هو يعني محطوط في شبه اختبار بموجبه ما ننساش برضو الجملة اللي تقالت من شوية بنية الشراء فهو لو أثبت كفاءة كده خراصي ما بيرسخ وجوده في النادي الأهلي وأكيد ديف حد ذاتها يعني حاجة تشريف كبير جدا بمناسبة الإصابات أنا بس عايزة أقول حاجة قبل الشرناوي صدد على الزنفولي خلي بالك برضو الزنفولي غير مقيد إفريقيا يعني هو الموضوع مش بس ضغط هو الموضوع أنه لو خد فرصة نحن عافين طبعا شو بير هو اللي حيلعب بس لو خد فرصة الفرصة دي هتبقى ذهبية بالنسبة له للعب يا دي قصة كلها لأن انت بش تلعب إفريقيا فتواجدك ست شوف النادي الأهلي دول فأي لحظة هتلعب فيها هي دي أو ده المقياس الحقيقي لك يعني دي نقطة نرجع تاني بقى لتبصيلة الإصابات طبعا نهواند عرفت حضراتكم من شوية آخر الأخبار والمستجدات في حالة طبعا الشناوي بنتمنى له أكيد الشفاء العاجل بإذن الله مبارح الجهاز الفني للنادي الأهلي يعني ودي مش المرة الأولى هو يوميا الحقيقة بيطمن على اللاعبين المصابين بالنسبة للشناوي أجرى جراحة نكحة في ألمانيا زي ما قلنا لحضراتكم والدكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي قال إنه كان فيه تواصل مستمر مع الشناوي ويوميا للإطمئنان على حالته وإنه إن شاء الله بعد عودته حيستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي وفق البروتوكول الطبي اللي حدده الطبيب الألماني اللي أجرى الجراحة للشناوي كمان الجهاز الطبي للنادي طمنا على بقية المصابين بالنسبة للعالي معلول مبارح انتظم في المران الجماعي والدكتور أحمد جبالة قال إن معلول تعافى كثيرا من أثار نزلة البرد اللي طبعا أبعدته عن المران الجماعي أول مبارح والحمد لله مبارح انتظم في فقرات التمرين الجماعي كاملا بعد تحسن حالته وتلاشي أعراض نزلة البرد كمان أحمد عبدالقادر ابتدى هو كمان مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة بالعضلة الخلفية وطبيب الفريق أكد أنه ابتدى مبارح مرحلة الجري السريع في تيتش وأنه هناك تحسن كبير وتقدم في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به كمان وسام أبو علي ابتدى مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل في الجيم بالأمس للتخلص من الإصابة في العضلة الخلفية ألف سلامة للجميع كلام جميل جدا تعالوا بقى نروح للأهل والتحديات الجاية تحديدا على المستوى هنا خلينا نتكلم شوية القاري نحن عندنا مواجهة مهمة جدا أمام فريق شباب بلوزداد طبعا الجزائري ومفروض كابتل خالد بيبو طبعا مدير الكرة واتكلم أن الجهاز الإداري بيشتغل دلوقتي عشان ينهي كل الترتيبات وإجراءات السفر اللي الجزائر يعني الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد ومفروض فيه تنصيق كمان على موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر ويتقام إمتى المباراة تبقى تحديدا أو تم التحديد لها يوم 16 فبراير وقال مدير الكرة كده أن التنصيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية عشان تحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من بقى متطلبات الجهاز الفني قبل السفر ويكون طبعا بمدة كمان كافية فخيان قول أن الاستعدادات أكيد متواصلة للمباراة من طمع حضراتكم وكمان النهاردة هيكون في إطار الاستعدادات عندنا مباراة دية وكلمنا فيها قبل كده أو عنها أمام سموحة فبالتوفيق للفريق إن شاء الله فيما هو قادم لسة حديات كتيرة جدا ولا تنتهي الحقيقة يعني فبالتوفيق ونتمنى ما يكونش فيه أي إصابات يعني فعلا لأن الوضع بيفرق بشكل كبير جدا الأسف الشديد تعالي بقى نروح لخبر حلو وطبعا المتخابات المصرية الحقيقة في الفترة الأخيرة عاملة إنجازات يعني يستحقوا الإشادة عليها ويستحقوا الدعم ويستحقوا كمان إن هما يبقى لهم جمهور لا يقل بأي حال من الأحوال عن جمهور الساحرة المستديرة أنا بكلمكم عن فوز مصر ببطولة إفريقيا للكرة الطايرة الباراليمبية المقامة في نيجيريا بعد ما فازت على المغرب بنتيجة ثلاث أشوات نظيفة وبالتالي تأكد صعود المنتخب المصري لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 20-24 مليون مبروك على هذا الإنجاز المحترم والمشرف وبرضو عندنا لعيبي الخماسي الحديث يعني كمان عاملين شغل أو خلينا نقول حالة مميزة جدا على منصات التدويج هنا بنتكلم في البطولات العالمية كان أخيرا بطولة بولندا الدولية لخماسي الحديث المقامة كانت من يوم 2 ليوم 7 فبراير يعني خلينا نقول حضراتكم بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت 17 سنة حققوا مركز أول وده أعتقد إنجاز رائع جدا وتوجت وخلينا هنا نشيد بالأسماء عالية محمود بالميدالية الذهبية برصيد يعني 1369 نقطة وفي نهايات الشباب تحت 17 سنة برضو توج يعني البطل المصري علي إهاب بالميدالية الذهبية برصيد 1459 نقطة فبرضو هنرجع نقول إنجاز رائع آخر مصري فمبروك ليهم أخبار النادي الأهلي والفره المختلفة هنروح لزملتنا العزيزة مريم الساميح موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان تطلعنا عليها مريم بونجور وسمعينك أكيد أيرا وكريمي كل السيدة دولة المشاهدين تفضلي بصبح لك يا نهواندا بصبح لك يا كريم بصبح لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها كل الأمور ومساجدات الخاصة بالفريل الأول لكرت القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى وبدايتنا طبعا مع الفريل الأول لكرت القدم اللي يعني يمكن مازال بيستعد لمواجهة شباب الوزداد الجزائري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا الحقيقة أن نشوفنا يمكن الميران استمر على مدار ثلاث أيام وكان نهاية الميران كان مبارح والحقيقة النهاردة فيه ودية هامة للنادي الأهلي أمام نادي سموحة هتقام هذه الودية فيه تمام الساعة الثالثة عصرا طبعا الودية دي أنا هوندو يا كريم بتأتي ضمن الوديات اللي يعني يمكن بيأخذها وكان حريص جدا مستر مرسال الكولور المدير الفني للفريق الأول لكرت القدم من نادي الأهلي أنه هو يخذ عدد من الوديات خلال هذه الفترة ده طبعا لاختبار جهزية اللاعبين سواء الفنية أو البدنية استعدادا للمرحلة المقبلة وهي مرحلة همة جدا طبعا قبل السفر للجزائر الحقيقة أن السفر هيكون للفريق يوم 13 إن شاء الله وهيسبق يعني يمكن الفريق والجهاز الفني هيكون الجهاز الإداري يوم 11 في الجزائر علشان بقى الاطمأنان على كل الأمور الخاصة بسواء الإقامة الخاصة بالفريق الأول للنادي الأهلي وأيضا يمكن كمان الملاعب الخاصة بالتدريب وأيضا الاستاذ اللي هيقام عليه مباراة النادي الأهلي وشباب لوزداد الجزائري الحقيقة أنه يمكن شفنا منذ حوالي عشرة أيام كان فيه يعني يمكن قبله كمان كان فيه معسكر مغلق للنادي الأهلي في الإمارات خاط برضو وديتين سواء أمام الأخدود السعودي أو حتى الإماراتي ويمكن زي ما أنا قلت يعني أنا هوندو يا كريم مرسل كولر حريص جدا أنه هو يخود عدد من الوديات قبل الصفر للجزائر علشان الاطمأنان طبعا على كل جهزية اللاعبين في هذه المرحلة المقبلة ودوري أبطال إفريقيا إن شاء الله المباراة طبعا هتقام يوم 16 من فبراير الجاري وعايز أقول كمان أن اللاعب الدوليين مش هيكونوا موجودين في مباراة اليوم وينضموا بعد كده للميران اللي هيكون يعني مباشرة بعد الودية الخاصة بسموحة هينضموا بقى لصفوف الفريق والتدريبات الجمعية وأيضا خلاص يمكن المصابين كمان أغلبهم بيتأهل للبرنامج كمان اللي وضعه دكتور أحمد جبالة دكتور للفريق الأول والحقيقة إن شاء الله نشوف سواء اللاعب الدوليين أو كل المصابين جاهزين للصفر إن شاء الله للجزائر لخوض هذه المباراة الهمة أمام شباب لزداد الجزائري ده فيما يخص الفريق الأول لكرة القدم خلينا بقى نروح لكل الألعاب الرياضية الأخرى وبدايتنا طبعا مع الفريق الأول لكرة السلة اللي قدر إنه هو يتغلب على سموحة أمس طبعا في مباراة هامة جدا بنتيجة 74.58 المباراة أقيمت هنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهل باق الجزيرة يمكن هيكون عندهم راحة النهاردة وبكرة وهي عندهم مباراة هامة جدا يوم الأربعاء المقبل يعني بعد غد الأربعاء على طول مباشرة عندهم مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري السوبر عايز أقول إن مباراة نادي الأهلي أو رجال سلة الأهلي يمكن كانت مباراةهم أمام سموحة دي مباراة في ختام جولات الذهاب طبعا من دوري السوبر لكرة السلة والحقيقة إنه هم محققين على العلامة الكاملة وده كان الفوز السادس ليهم على التوالي طبعا من نتمنى لهم كل التوفيق في مباراة بعد غد الأربعاء هتكون أمام نادي الجزيرة في زي ما أنا قلت مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة دوري السوبر بنسبة بقى لانشاءات سلة الأهلي 16 سنة قدروا إنه هم يحققوا الفوز على فريق الشبان المسلمين بنتيجة 59-30 ده كان بيأتي ضمن منافسات بطولة الجمهورية ومن كرة السلة خلينا بقى نروح لكرة اليد الحقيقة بعد الفوز طبعا على نادي هليوبلس بنتيجة 31-27 ده كان فيه افتتاح جولات طبعا المرحلة التانية من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد غدا إن شاء الله عندهم واجهة هامة جدا أمام نادي الجزيرة في الجولة التانية من هذه المرحلة أو من دوري المحترفين أيضا نشاءات ياد الأهلي 2006 قدروا إنه هم يحققوا الفوز على سموحها بنتيجة 36-34 وده أيضا كان بيأتي ضمن منافسات بطولة الجمهورية ويمكن نشاءات ياد الأهلي 2006 يعني شفنا ليهم مباراة كبيرة جدا أمام نادي الزمالك وقدروا إنه هم يحققوا سكور كبير جدا في مباراة يعني كانت منذ يومين أمام نادي الزمالك كان بنتيجة 47-26 فالحقيقة عايزين نقدم لهم كل التحية والإشادة وكمان نتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم أما بقى أخيرا بالنسبة لرجال طايرة الأهلي بعد الفوز طبعا على فريق القناة أول أمس يوم السبت بنتيجة 3-0 كانت 3 أشواط لطبعا النادي الأهلي 3 أشواط نظيفة مقابل لا شيء هيواجهوا إن شاء الله سموحها غدا وهتقام المباراة في الأسكندرية ضمن بطولة الدوري الحياة برضو مقدمين أداء عالي جدا في كل المباراة اللي بيخدوها طبعا دي كانت كل أخبارنا من داخل مقار النادي الأهلي باق الجزيرة بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخر تغطية كالعادة يا مريم منك رائعة منشكرك جدا جدا ويمكن مباراة أنا عديت على النادي الأهلي كده يعني ربع ساعة بذلك كنت دخل أعمل حاجة كان عشان الجو ابتدى كان يتحسن بشكل كبير جدا فكان فيه يعني أعضاء كتير ونادي كان زحمة وكل الأعمار تقريبا السنية أجواء في النادي بتبقى في الفترة دي كمان والتوقيت بالصباحي بتبقى رائعة جدا نشكرك يا مريم ونتمنى يعني الاستمتاع في النادي تحديدا فرع الجزيرة أنا بحبه أكثر فرع يعني تاريخ برضو بس طبعا غير كل الفروع عندنا فيها كمان طفرة كمان معمارية ومطاعم وغيره لكن برضو بيبقى أنا بالنسبة لي فرع الجزيرة ده حاجة تانية ده بنيقولك على الأصل ضوّق هو الأصل في الجزيرة حاجة صحفة تاريخ طبعا تعالوا بقى نروح لتعرف سوى على أرقام منتخب جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا عشرين تلاتة وعشرين قبل مواكف نيجيريا طبعا في المربع الدهبي من خلال هذا البيديوغراف ترجمة نانسي قنقر شكرا صباح الخير على جماهير وعضاء الندي الأهل الكرام النهاردة هيكون معنا تمارين هدفها أن هي تحفظ التوازن لكبار السن معظم كبار السن بيعانوا دايما من مشاكل أن هم مثلا توازنهم بيختلف بعض الحاجات الحياتية العادية وهم بيتحركوا في البيت وممكن يقعوا لقدر الله وده بيسبب طبعا مشاكل كبيرة لهم لكن النهاردة هنبتدي نعمل تمارين بسيطة لكبار السن أو المتقدمين في البيت لكبار السن تمنع من حدوث المشاكل دي وتحاول على قد ما تقدر أن يتحفظ على التوازن بتاعنا أول تمرين هنعمله هنمسك أو هنستعين بحاجة زي الكرسي كده وهنبتدي نقف على كعب رجلنا ونطلع لفوق نسبة عشر ثواني وننزل نطلع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ننزل نطلع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهكذا ممكن نعمل عشر تكرارات مثلا بعدين هنرجع لورة صننا وهنطلع لفوق كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر رايح تاني كمان مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وريح حسيت ان انا قادر ان انا اعملها كويس حاول ارفع ايدي من على الكرسي ما بعدهاش بعيد قوي ارفعها عشان في حالة ان انا توازن اختلق او حاجة اقدر ان انا امسك بسرعة واحد اتنين تلاتة واقلل في العدات يعني ممكن اعمل تلاتة لخمس عدات واحد كده اتنين تلاتة واحد اتنين اوكي هطلع لفوق واحد اتنين تلاتة هنزل واحد اتنين تلاتة هنزل واحد اتنين تلاتة هنزل بشويش تاني تمرين هيكون معنا حاول اطلع برجلي كده واسبت وتدريجيا اسيب الكرس حاول ان انا اسيب الكرس اهو حسيت ان انا هقع بامسك على طول اطلع تاني ارفع رجلي قدام واسبت اطلع تاني بالشكل ده كده بعدين هحاول ان انا امشي واحط رجلي دي قدام دي بالشكل ده الساحسة نكون برضو جنب حيطة او في حد ماشي معايا وجنبي علشان يساعد بالشكل ده كده وكمان ارجع الورا واخر تمرين هيكون معنا ان احنا هنقض على الكرسي بالشكل ده كده نحاول نخلي رجلينا بشكل زويا قايمة هننيل في ظهرنا ونطلع لفوق واحد ونقض تاني اثنين نقض تاني تلاتة اربعة مقدرناش ان احنا نعمل كده هنساعد بيدنا هنا في رجبتنا بالشكل ده هنطلع باستخدام ايدين الكرسي بالشكل ده كده مع التكرارات ومع الوقت هنقدر ان احنا نتطور في التمرين وكان معكم الكابتن حسن من جيم النالي الاهلي بالجزيرة شكرا احنا الفقرة دي حينورنا ويشرفنا فيها بطل من ابطال الرماية اللي ليهم مستقبل واحد جدا واللي رفعوا عالم مصر في كتير من البطولات العالمية يمكن اخرها بطولة العالم للرماية اللي وقيمت في مصر الاسبوع الماضي فخلونا راحب وضفنا لمنورنا كابتن عمر كمان لعب منتخب مصر للرماية كابتن عمر منور الدنيا اهلا محضرتك الحمد لله نورنا كابتن صباح الهانا وقبل اي حاجة نخش على التفاصيل بطلات وغيره خلينا عرف عنك اكتر عندك كم سنة تديدت الرماية امتى وايه اصل الحبيبك في الرياضة دي تحديدا انا اصلا كنت بالعب برياضة الخمس الحديث بعد كده المدرب بتاعي في الرياضة الخمس الحديث يعني اللي بيمراني رماية قال لي روح يلعب يعني رماية انت شاطر فيها بيبقى في رياضة دايما كل واحد مميز فيها يعني دايما واحد بيبدأ من هو صغير لسه بتعرف عن رياضات وكده بعد كده بقى بيبقى بيبقى يعرف هو احسن فيه يعني مهم روح تلعبت رماية في 2015 تقريبا 2016 لقيت نفسي في المنتخب اكيد مش بالفراغ اكيد شافوا منك يعني اللي خلاهم يخطان الحمد لله طبعا الحمد لله برضو الرماية تاعت الخمس كان لها عائد كبير ان انا بقى كويس في الرماية نفسها يعني كانت علمتني البيزيكس في الاول عامة بعد كده لما دخلت المنتخب في 2016 فمفيش سنة لقيت نفسي تأهلت اولمبياد الشباب 2018 في الارجنطين فساعتها مدرب المنتخب قال لي لا هنوقف بقى خمسي عشان لدينا اولمبياد هي الفاكرة في خمسي انها هي كتبدياني فاتنس عام عامة لانها هي جاء طبعا لعبة فيها خمس ألعاب صحيح ويعني كانت نخليها لفاتنس بتاعين جنرال كويس يعني انت حاليا مش بس بتلعب رماية انت كمان بتدرب رماية لفرق الخمسي ان انا صغير يعني فما حبيتش ان انا افصل عن الموضوع خالص فكملت ان انا اضرب رماية في الخمسي يعني طب رجوع بانت وانها ودي يعني دراسيا ايه بتشتغل خطص الدراسة لسا بتدرس يعني اعرفنا اكتر على شخصك يعني انا في كل هي تهندسة جماعة القاهرة كسمي مدني هتقول لي ازاي مع الرياضة هقول لك هقول لك معرفة لقيت نفسي الزبط كده هو فعلا لقيت نفسي يعني واحد دخل سنوية عامة طبعا لو لازم تزاكر بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها دي فالحمد لله ذكرته وربنا كرمني وكان عندي سنة الولمبياد دعت الناشئين وانا في سنوية عامة واجبت 29.5% لا ما تقولش بقى بس خط اتسابشن يعني طبعا انا كنت جايب يعني المجموعة الفائلة 97.5% بس في حافز رياضي من الانتوطل اللي بنقودها دي عنا فكان التوطل 99.5% هاي هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فقلت له ان انا عملتها في الرغبات بترول السويس بس انا عملتها بترول عملتها هندسة الكهيرة عشان اقدر ان انا اواكب الدراسة مع ريالي طب هو ليه كان عايز بترول السويس؟ طبعا بترول بقى هندسة بترول الناس بقى عندها فكرة ان هندسة بترول كويسة وكده بس انا يعني لما وصلت له قدام الموضوع اقرب ينتهي خلاص العربات الكهرباء بتادت تطلع صح صح ففكرة استخدام البترول قلت شوية يا طرى امكل بقى احسس بايد رأسي لا بس اكيد اكيد فخور بيك يعني اكيد عيلتك كلها فخورة بيك يا عمر ده بجد يعني ما شاء الله انت ناجح على المستوى ده المستوى ده فمش كل الناس تعرف تعمل معادلة دي يعني والله الحمد لله طبعا يعني ده توفيق من ربنا بعد اي حاجة يعني بس انا عندي كده فكرة ان اي حد عايز يعمل حاجة لو اشتغل على نفسه ان شاء الله يعني ربنا هيكرمه كويس ان انت مختنع بده وبتنفزه كمان يعني انت شخصيا بتنفز ان انت مختنع هو والله يعني من اكسبرينس اللي خدتها في الرياضة وفي الدراسة وحاجات كتير يعني هي اللي وصلتنا للموضوع ده بعد كده ممارسة الرياضة من انت صغير برضه بتفرم معك فكريا شوية بتخلي الواحد يعني يبقى متطلع اكتر عنده فهم واعي اكتر بيخليه يقدر يحدل نفسه بعد كده مستقبله ويبقى عنده مسئولية وكده يعني حلو جدا انت عني اتكلم عن البطولات اللي انت بتشوف كانت الاصعب كانت الاختبارات الاقوى بالنسبالك يا عمر كلمنا عنها اني بطولة اكتر واحدة فاكرها كان عندي بطولة فولندا 2018 كانت صعوبتها ان هي كانت اول مرة العب او اخش في بطولة عالم او بطولة دولية يعني فمن كنتش بصدق بس الحمدلل يعني كنت عندي امل ان انا ممكن اخش يعني مهم لما دخلت المطولة فإحنا عندنا الفاينال بيعبارة عن 24 طلقة ننعب 5 طلقات خمس طلقات بعد كده طلقات فردية فمهم إحنا بعد أول عشر طلقات المبطول بيبتدي يظهر يعني مين ماشي قدام مين ماشي بوار ركب فإنا بعد أول عشر طلقات إحنا عندنا أحسن طلقة لها طلقة العشرة دي فإنا بعد أول عشر طلقات تريدين كنت جايب العشر طلقات عشر ما شاء الله يعني كان موضوع المنتل مخلييني مركز قوي مش مركز إلي بيحصل يعني أنا عشان عامل مينتل كويس قبل ما أخش فأنا مركز في المطش فمش واخد بالي إيه اللي بيحصل بالظبط بعد العشر طلقات لما جم بعد ما ضربناهم يعني فإنت الجمهور ممكن يشجع في الفصلة ما بين كل طلقة وطلقة فلما الجمهور شجع فأنا ببص ورايا لقيت المنتخب كله إيه يعني المنتخبات التانية يعني يقفين بيسقفوا وبتاعهم مش عارف إيه وكله مركز علي فأنا جالي إيه اللي هو تشوك اللي هو إيه اللي بيحصل ده فأنا بقى الاثناشر طلقة لقلرب عشر طلقة اللي بقين تقريبا أنا كنت مش عارف أنا بلعبهم إزاي بقى فقدت التركيز بقى طبعا يعني فقدت التركيز في كم طلقة وقدرت إن أنا أرجع تاني الموضوع بس هي كان صعوبة الموضوع إن أنا كنت أول مرة حط في الموقوف ده إحنا في الرياضة دي عالميا عاملين إزاي وإنت احتكت بأبطال عالم وشاركت معاهم في بطلات عالمية مختلفة والله إحنا في الرياضة دي بالنسبة للأفريقيا وعربيا إحنا يعتبر رقم واحد كمصريين يعني بالنسبة للعالم ينقصنا حاجات بسيطة صغيرة ممكن تكون بتفرقنا عن الناس دي زي إيه زي مثلا إن الناس دي بتضحي بكتير قوي من حياتها عشان خطر الرياضة يعني سيه مثلا إحنا لو بنشتغل ثلاث يام في الأسبوع اليوم في مثلا ثلاث أربع ساعات هو ممكن يكون بشتغل خمس مرات في الأسبوع اليوم في خمس ساعات تمريد ويمكن أكتر طبعا بطبيعة محتاجة تفرخ هي محتاجة تفرخ طبعا يعني إحنا لو الموضوع قدرنا إن إحنا نوصل إن يبقى فيه تفرخ تام إن ألعب الرماية كمهنة ممكن يبقى فينا المستويات أحسن من كده بس إمكانياتنا المادية لا تسمح بداية عمر خليبا لك هم إمكانياتهم المادية بيصرفوا على الأبطال وعرياضة خلين نبقى صرحة يعني للأسف يعني للأسف عندهم ده ملف يعني دولة مش قصة بس رياضة كده وعايزين نبقى قصة فيها الله المسائطر على اللعبة دي ده أكتر دول شرق أسيا لأن اللعبة هي مش بس هم هم شطرين في حتة اليوجا والكلام ده وطبعا إحنا لعبة بتعتمد على المنتل والهدوء والتركيز فعشان كده هم شطرين في الحتة دي الحاجة التانية كمان اللعبة عندهم لعبة شعبية يعني تقريبا على حسب معلوماتي إن تقريبا دولة الصين فيها سبع اتحادات رماية كده هو ينفع كده؟ وهو الدولة البيرة جدا ولا كل اتحاد بسؤول على المقاطعة معينة؟ تقريبا يعني هي حاجة شبه كده يعني وكمان في الهند الهند طبعا بيقولك أنت ما تعديش حرغ اللي ما تلاقي فيها من ده الرماية مثلا فهم عشان كده متطورين في اللعبة برضو قاعد عندهم كبير قوي أنا كمان كان مدربي حالهم في المنتخب هو مر فيه فترة كده كان بيدرب منتخب الهند يعني فبيقولي إن بطولة الجمهورية بتقعد حوالي شهر عشان تخلص وهم كتير قويس ده؟ طبعا فطبعا ده طبعا عزز منهم برضو أكتر يعني هم مش بس موضوع إمكانيات لأ كمان فيه قاعدة كبيرة إن هي توصلهم للحتة دي يعني حلو جدا طيب لو كلمتك شوية عن يعني مقابلتك لوزير الشباب بالرياضة الدعم اللي بتلاقوه من المسؤولين خلي بالك ده ما كانش الرياضين بيلقوه خالص هي القصة مش إحنا عايزين ندي كرادت لحد بس هي القصة أنا بتفرق بشكل كبير مع الأبطال بتوعنا الدعم المعنوي وبعد كده حنتكلم عن الدعم المادي لإن ده شق يعني مش منفصل أبدا خلينا نتكلم عن المعنوي في البداية عمو يعني أول ما بدأت الرياضة كده موجودتش يعني كانت أكتر حاجة مدايقاني إن الألعاب الفردية مش وقد حقاها قوي صحيح وده كلا مصور بس أنا حاليا بجد تقريبا ده أحسن عصر الألعاب الفردية في مصر هي يعني أنا شايف أو مش يعني أنا كلا من حيث الإنجازات ولا من حيث إلقاء الضوء عليه هو طبعا لما حصل إلقاء الضوء فبترى يبقى فيه إنجازات أكتر لما يبدأ بقى فيه اهتمام يبدأ بقى فيه فعلا إنجازات أكتر بس أنا أعتقد العكس صحيح أنتو اللي عملتو ده بعكس أنتو الإنجازات اللي حققتوها كألعاب فردية خلى تسليط الدوق عليكم يبقى كبير هو أنا قصدي في البوينت دي إحنا من الأول طبعا إن فيش لعب فردي يعني على فكرة اللعب الفردية فيها مشكلة كمان إن اللعب يلعب على نفسه فدايما هو بيبقى نفسه إن هو يعني يعمل أقسم عنده عشان يزبق نفسه ففي العلعاب الفردية اللعب فعلا ما نقدرش نقول إن هو مش عايز أو إن هو بيدلع أو حاجة أزيكده اللي أنا قصدي أقول في البوينت دي بقى إيه إن الناس الدولة يعني لما بطلت تهتم بينا وتشجعنا شوية وتحاولت تلقي الدوق علينا الميادين اللي تعملتنا إن إحنا بقى عندنا تقريبا أحسن مدر ما في العالم فدي حاجة بتشجعك برضو أكتر إن انت تشتغل اللي هو في العاصمة الإدارية اللي هو في العاصمة الإدارية فطبعا بقى في نتائج أحسن طبعا إحنا يعني من الأول ما فيش حد بيقلل من النجهود بس لما بقى فيه مساعدة برضو الموضوع بيفرق طبعا بيفرق بشكل بير طب ماديا بقى يعني معروف برضو الألعاب الفردية ما بيباش عليها سبونسرز أو إلا لو أنت بطل أولمبي بيبتدي الناس عايزينك أنت كبرودكت بالنسبة لهم لكن إن جنر في العموم ودي أكبر مشكلة في الألعاب الفردية بقى إن أنا لو لو أنا خدت الموضوع من الأول إن أنا ببدأ مشروع زي أي مشروع بعمله في حياتي إن أنا أبتدي أبدأ إن أنا أبدأ من الصفر وإن أنا هتكل على الله في المشروع اللي أنا هعمله ده بالنسبة للدولة يعني وتبتلي تحط فلوس في الناس اللي أعاب الفردية ودي تبتلي تطلع ناس أنا شايف إن ده أحسن من أن أنا أستنى لما هو يوصل طبعا بيكون مات على بل ما يوصل وبعد كده بقى بتري أصرف عليه فدي بتبقى حاجة ريخ ما برضو إحنا نتضايق منها إن أنا ممكن أكون عندي موهبة من الأول أنا مكتشفها بس لسه محدش عارفها وما بنيجي نتكلم من الحاجات التي تتضبط وخصوصا كمان إن نحن في الفترة الأخيرة فيه فيه طفرة مصرية على صعيد تنظيم بطولات عالم وكبوس عالم في رياضات مختلفة دي حقيقة دي حقيقة فمن باب أولى يبقوا اللعيمة بتوعنا يعني برضو وضعهم مزبوط بالمناسبة برضو عايزين نعرف منك تفاصيل آخر بطولة بطولة العالم اللي وقيمت في مصر مؤقرا التنظيم كان أخبر وإيه الحضور كان أخبر وإيه الإنجازات المصرية بشكل عام وفي حالتك أنت بصفة قصة كانت عاملة إزاي؟ إحنا دي تقريبا تاني سنة نستطيع فيها بطولات عالم أو البطولة الرابعة تقريبا مش متأكد بالزبط تقريبا بطولة الرابعة يعني زي ما قلت لكم هتعمدين أحسن مدارة مياه في العالم فده طبعا أنا ليه ناس صحابي من دول تانية بريطانيا وكذا دولة يعني فهما لما جوموا وشافوا المدان فبقوا لي إيه ده؟ فهو تخض يعني إنتوا إزاي عندكم حاجة زي كذلك يعني هو تفاجئ مفاجأة أنا نفسي تفاجئتي من مفاجئته يعني فقلت له إيه رأيك مفاجأة صح فرحالي لا 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 مفاجأة أنا هو حتى ساعته أنا فاكر أنه هو حتى رقم جديد لنفسه في البطولة فبيقول لي أنا الميدان خلينا نلعب كويس واو طب حلو حلو فدي حاجة حلو أنا سفرت بتطعلم كتير برا تقريبا مدان بتاعنا أحسن مدان مشوفتش ميدان أحسن منه يعني حلو أنت تستثمر في البنية لكن الأفضل كمانك تستثمر في الرياضيين ففكرة هنا الوزارة خلينا نقول لما يعني اشتغلت على صناعة البطل الأوليمبي كان كلام محترم جدا بس المشروع ده في حد ذاته عليه صرف كبير فالقصة في كده أن البطل الأوليمبي ممكن يبقى علعاب جمعية وفردية فلازم يكون فيه بجت بتتحط أنت مثلا عمر خلينا نقول أنت من مستوى مادي جيد أو جيد جدا لكن فيه غيرك أبطال عندهم الموهبة لكن ما عندهمش ممكانات المادية تماما وزي ما أنت قلت في بعض الأحيان وإن كانت أكتر بالنسبة يعني 90% بيستنوا يكون البطل وبعدين يدعموه فأنت بتخسر كوادر ممكن تكون فعلا كويسة مش قادرة أن هي تكمل ماديا ما عندهش إمكانيات فأكيد أنت بتشوف نماذج كده أكيد شفت أبطال أو موهبين بالشكل ده والله أنا نفسي عشت الكلام ده وأنا صغير شوية يعني برضو كان موضوع أن أنا ألاقي أخيين تانين فأهلي مع الدراسة مع الموضوع ده كله برضو الموضوع كان بيبقى صعب طبعا مكلف جدا والدي كان بيوصف في وقت برضو بيقول لي خلاص ما لاش يجب الموضوع أنك تلعب رياضة أركز في الدراسة التي عشان الموضوع طبعا الأهم والكلام ده بس أنا عشان كنت عايز فأنا اللي دوست على نفسي أكتر فالموضوع يعني قدرت أن أنا أكمل فيه لكن طبعا في ناس تانية كتير جدا ما تقدرش أنا هو بحكم أن أنا مدرب حاليا في لعبة الخماسي مشوف أولئك أمور كتير جدا ما بتبقاش قادرة بأبسط الإمكانيات يعني أنا أقولي حتى في النادي أنا أقول مصاريف المواصلات مصاريف الأكل اليومية لللاعب طبعا اللعب بيحتاج حاجات جدا للشخص العادي فدي حاجات بسيطة جدا لو أنا قدرت أغفرها للقاعدة بتاعتي أو للعيبة اللي عندنا طبعا الموضوع يختلف ونطلع أبطال كتير صح على فكرة شخصية المصري في الألعاب مختلفة تماما يعني أنا لما شفت الناس الأبطال العالم في الألعاب التانية تحس أننا برضو مختلفين حقيقي يعني الواحد دائما بيبعا يريد أن يزبط نفسه يعني أقل الإمكانيات دي حقيقة صحيح طيب بالنسبة نحن نتكلم على رياضة زي الرماية لها خصوصية شوية ومختلفة فبالتالي قد تكون هي أقل شعبية من غيرها من الرياضات الفردية هل تبقى لوجودك في هذا العالم عارف أن الاتحاد مثلا حطت خطة ما مخطت من خلال أن هو يوصل لي المدارس والكليات المختلفة لاكتشاف موهوبين في الرياضة دي والله يا هو مؤخرا يعني دي هتبقى السنة الثالثة تقريبا اللي تعمل فيها بطولة الرماية للجماعات أنا شاركت في أول وحدة كانت في 2021 والـ 2022 أول وحدة و 2023 التانية والسنة دي هتبقى الثالثة فدي فكرة حلوة وحفزت شوية الناس اللي هي بتلعب رماية أو هما في الجماعات يعني أن هما يبتدوا يلعبوا عشان يكسبوا بطولة الجماعات لرماية يعني برضو طايت الحال وكويس وكمان أنا أعرف يعني بيقى في بطولة عالم للجماعات فعلى ما أعتقد أن احنا بيأخذوا الناس من هنا يشاركوا فيها بس أنا ما شاركتش السنتين اللي فاتوا؟ لا يعني أنا السنة اللي فاتت اللي قبلها أنا خدت أول بطولة الجماعات السنة اللي فاتت وبطولة اللي قبلها بس ما تلعناش بطولة العالم أنا كنت عارف أن بطولة العالم بتاع الجماعات كانت في الصين السنة اللي فاتت بس ما مطلعنه هاش ليه بقى كثير أجباب؟ أنا ما أعرفش أنا لما سألت حد غالبا برضو نفس مشكلة الماديات هو أكيد ماديات يعني سنة مسألة عندنا في الجامعة قالوا هيشوفوا بتاع وهم مش كل الألعاب تطلع كل مرة عشان يدوا فرص للألعاب التانية وكده أنا فاكر إن في 2019 كنت أنا في سنة عامة ساعتها تلعب طولة العالم للجامعات الرماية كانت في إيطاليا من ساعتها ما سمعتش حاجة عن الموضوع ده يعني تواضح إن أنت عموما لفيت كتير وسافرت كتير في مشاركاتك في مباريات أو في بطولات مختلفة العالم الرماية بره عمل إزاي؟ والله عالم كبير قوي يعني عالم الرماية الناس ممكن تكون مش عارفة عنه كتير بس هو عالم وسع جدا وهو يعني أكبر ميزة فيه إن هو بيحول شخصية البناء ده من حتى تانية يعني يعني أنا مثلا في الأول كان عندي دايما رهبة من موضوع الامتحانات ده طبيعي عند أي حد يعني عندي ما بعرفش تعامل في المش ما بعرفش بس ما عنديش القدرة إن أنا قادر حل مشاكل مثلا في البيت إن أنا حل مشاكل شخصية لنفسي لا الرماية بتخليك كده واحد رغمي بتتبلك أفكارك ما يبقاش عندك بسرعة ترد فعل ما لهاش أي لازمة لأ أنت بتفكر تحسب الموضوع في دمائك الأول تبتلي تحسبها برضو ما بتبقاش عاصبي لأي موقف يعني دي فعلا الرماية بتعمل كده؟ أنا الصحابي يشهدوا على الموضوع ده أنا تغيرت قوي روضت من قلم بارد قوي بس واحد تاني أنا هوان لا فعلا أنا كنت أنا صغير كنت منفعل دايما لكن دلوقتي موضوع بقى هاري جدا حكم السن برضو خلي بالك أنت كم سنة دلوقتي؟ أنا 23 سنة هوبش بس سنة الرماية بتفعل يعني حتى لما بتكلم مع لعبة الرماية تحس كده أنه هو مش طبيعي صحيح هادي دايما كده طب عربيا بقى بعيدا عن مصر واضح أنه مصر عاملة شغل إطراحيا ويعني وعلى صعيد الشرق الأوسل لكن بقيت الدول العربية أنت عندك دول عربية كتير عندها ثقافة الصيد والقنس والكوب الخيل والحاجات اللي زي كده عشان كده تلاقيهم أكتر في خرطوش لأن خرطوش هو موضوع فن وممتع أكتر من اللي إحنا بنلعبها اللي هي المسدس أو البندقية يعني فعش كده دايما الدول العربية زي قطر زي كويت زي الإمارات تلاقيهم أكتر في خرطوش وجعملهم نتاك كويسة أكيد لأن هو طبعا الموضوع موروث عنده مصر أه من زمان وعكده هو موضوع بالنسبة لهم ما بدأش كرياضة ومدأ كما أنا راح استغادوا موضوع هواية وكده وعكده موضوع بيكبر طبعا هما ما شاء الله مادية مرتاحين فبيصرفوا عن نفسهم كويس في اللعبة وبيوصلوا يعني مثلا تقريبا من دولة الكويت عبدالله الرشيدي تقريبا مش فكر اسمه بالزبط كانوا أخذ ثلاثة في أولمبياد توكيو ودي برضو حاجة صعبة أن حد من دولة العربية ياخد أولمبياد بس على أولك يا الامكانيات برضو بتفرق كتير طبعا أكيد طبعا طب عمر أنت من الأولمبياد إيه بقى أنا شاركت في أولمبياد الشباب 2018 وأولمبياد باريس كنت توكيو كنت خلاص سنوية عامة فما كانش فيه فرصة أن أنا أخش الشارك في الأهلات يعني بعد كده باريس كان البطولة الأفريقية في شهر عشر اللي فات والله حصل موقف غريب كده أنا دخلت الفاينال المؤهل للبطولة وإحنا في الفاينال نفسه منتخب الرجال مسدس حصل مع موقف غريب جدا منتخب كاملا إحنا الثلاثة المشاركين في الفاينال يعني إيه اللي حصل طلقة غلط في الفاينال تطلعنا من الفاينال يعني مثلا في معايا صاحبي حافظ جمال هو حافظ قصلا ظابط يعني ومعايا في منتخب جاب طلقة أربعة في الفاينال دي عمرها ما حصلت في حياته إحنا مش فلناش إزاي حصل موقف زي ده كابتن سامي كابتن سامي لعب ثلاثة أولمبياد في حياته لعب 2008 و2012 و2016 كابت طلقة ستة في الفاينال أنا لسه لعب جديد في الكبار وجبت طلقة سبعة طلقت لي أكلمكم عليه دي مثلا ما ملناش وإحنا ناشئين أصلا فإن فكرة إننا التلاتة يحصل موقف معناها زي ده كده كان موضوع غريب جدا كان موضوع غريب جدا وقالب معناها بحيرة أكتر من أنه زعل يعني وإزاي حصل كده أنا مش فهم يعني إيه طلقة سابعة أنت فهم يعني إيه عن الشهر الحد كبير أنا أقول لك قبل ما نبدأ أن أحسن طلقة عندنا عشرة الأفريج بتاع اللعيبة الدوليين أو الأدفانسد يعني بيبقى مثلا التسعة عشرة إنتوا جيبتوا حاجة رنج أقل بكتير طلقة أو سكورة طلقة جاءت سابعة أو ستة ده له عمرك أصلا في التدريب ما وصلت للرقم الوحش ده فالموقف كان غريب جدا طبعا كان في زعل كبير جدا هو الحمد لله ربنا وفق صاحبنا في الألعاب التانية أو في الفلاق شرعي قريبا فعلا إحنا تقريبا وغدين 11 كوتا في التوتا يعني كرصاص وكضغط هوا وكخرتوش وده حرامكم بقى من المشاركة في فاريس عشان ربا يا بيكة قوي أنا ضحيت لحكة كتير قوي لأربع سنين اللي فاتوا دول أنا كنت جامد في كلية هندسة كنت بضحي بدراستي جامد يعني مش بضحي بيها بس على قد ما بقدر طبعا مش بديح أهل 100% بسبب موضوع الرياضة فالموضوع كان صعب والزعل كان كبير بس الحمد لله ممكن يكون ده ده نحافظ أكبر ان احنا نعمل أحسن كس العالم اللي فات ده اللي كان في مصر تقريبا منتخب الرجال المسدس هو تقريبا كان أحسن نتاك في البطولة تقريبا كلنا تقريبا عندنا نتاك كويسة مش بعيد عن الناس اللي دخلت فينال ودي كان حاجة كويسة عكس سيه مثلا الناس تانية كان مستوى أحسن مننا وممكن يكون ننزل شوية فالله أعلم ربنا شل لنا اياه نعم في حاجات بص بتقف عندها بس ما بتفهمهاش ممكن قدام تلسى عندك فرصة كبيرة هو سن الرماية اللي كان يعني ممكن نقول أكبر سن كمشاركة أولمبية السن اللي فاتت كان فيه بطولة في أذربيجان اللي خد أول عالم كان عنده 60 سنة لا طب تلسى بدري قوي فلعبة الرماية لعبة الرماية دي أحسن من ميزة فيها أن أنت أصلا يعني أنا أعتبر كده سني صغير في اللعبة براعم يعني لو ستيني ما براعم أنا زمالي في المنتخب كابتن سامي عنده حاجة واربعين سنة كابتن محافظ عنده حاجة وثلاثين سنة أنا عندي 23 سنة أنا أصغرهم عمرا مخطط نفسك قدام باف إزاي يعني أنت دلوقتي خلاص على وشك التخرج إن شاء الله من هندسك صح كده وفي نفس الوقت أنت بطل رياضي مخطط نفسك إيه هتكملت فعلا في التدريب وتبقى برضو في الرياضة دي وتمارسها ولا هتشتغل عندي أفكار كتير حلوة حتة هندسة بيخدني دي فكرت أن أنا هنزل أشتغل هندسة موضوها يخدني الرياضة هتبقى صعبة وكده وكمان أنا بشتغل مدرب وأنا مش حابب أن أنا أسيب الحتة دي لأننا هي بتبقى مالكة كده يعني الناس بتعرف تستفيد مني ممكن الله أعلم برضو وأنت لقي نفسك فيها أو يعني أنا وبعكد أنا مش حايزة بلعبة الخماسي أنا بحبها يعني كحب شخصي فكرت فكرة حلوة فكرت أن أنا ليه ما يبقاش عندي مشروع أن أنا أعمل زي شبه نادي مصغر أن أنا أستطيع فيه في لعبة الخماسي ولعبة الرماية ولعبة السلاح ولعبة ألعاب الكواب بأنهم ألعاب كلها بتربطهم ببعض حاجة واحدة يعني هندست الرياضة لا يعني لا كأكاديمي مثلا أكاديمية ولا إيه أنا مش فهم مش كأكاديمي كنادي إن أنا أوفر الملاعب اللي إحنا الألعاب بتاعتنا بنحتاجها وأعمل أكاديمي صغيرة بإسمي مثلا بيبقى الموضوع بإذن أنا سيء مثلا أنا المانجر بتاع الأكاديمي وفي نفس الوقت أنا اللي باني المكان ده كهندسة وأطور منه بس ده هيكلفك كتير ده طبعا مشروع كبير وإن شاء الله يعني قدر أصنعه حاجة تانية كمان نفسي عمل إحنا عندنا فيه مشكلة في الطبنجات الأبضة بتاعت الطبنجة بتبقى غالية جدا لما مجيبها من بره وهي متصنعش في مصر ويمكني عليها هي الأبضة بتتصنع بشكل مستخل؟ الأبضة تاعت الطبنجة هي عبارة عن خشب فالمصنع بيصنع الطبنجة نفسها اللي هي الميتل زعمتا والأبضة فيه شركات شغالة على أنها بيصنع عقوبة بس مش شرط يكون متخصصة في الأبضات بتاع المسدسات بزرعة كده لأنها محتاجة أنها خشب معين يكون وزن خفيف ويكون نفس الوقت بيستحمل بعد كده الأبضة عليها عمل كبير قوي في الضرب أنه أنت بتجيب نتيجة كويسة فأنا كان نفسي قوي أنا كان تشريح إيدي كبير شوية كاف إيدي كبير شوية فأنا كان دائما بقى ليه مشكلة في الموضوع ده إن أنا حاول ألاقي قبضة على مقاسي وإن أنا أزبطها وكذلك فأقلت طبعا ليه ما عملش فكرة دي في مصر إن أنا أعمل قبط للناس أو إن أنا عندي مصنع بصنع فيه خوشة قبط طبنجات ويبقى أنا وفرت الموضوع في مصر لإنها كانت مشكلة عندي يعني بعد كده الموضوع كبير معي شوية قلت طب خلاص ممكن تتوسع عربيا مش بس عربيا أنا عندي فكرة تانية طب هي موضوع خشب إحنا فيه رياضات كتير جدا إن أدواء بتاعتها بتبقى مع موضوع من خشب سي مثلا تنس الطاولة مثلا موضوع المضرب مصنع من خشب فأنا ليه معمش أخشاب إنتاجات رياضية خشبية بالضبط كده حلو والله بربع فأعني فيه شوية أفكار حلوة فكرة حلوة فكرة حلوة بحاول إن أنا أشتغل فيها إحنا هنشوفك رئيس الاتحاد بقى الرماية أنا حاسة كده كمان كم سنة بجد وعرفيك أممكن يعني فكرك حلوة عندك أفكار كرياتيف بتحب قوي الرياضة دي فليه لا ممكن جدا في تواصل أصلا مع رئيس الاتحاد دلوقتي أكيد كابتن حازم كابتن حازم راجل لطيف بصراحنا استضافنا أكتر من مرة يعني هو كابتن حازم يعرفتني من أنا صغير عشان شايفني بكبر قدامه يعني طول عمري قولي أنت كويس بصراحنا كابتن حازم يحب يشد ودنها شوية كده لا 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 مش عاملك كذا غلا ما تعمل كذا بس هو يعني ممكن نقول في الآخر أنا بأخذ الموضوع كشخصية يعني أن أنا أشتغل على نفسي أكتر ممكن أن أكون أنا كويس بس ساعة لما المدرب بتاعك بيتكلمك بالأسلوب ده وإنت كويس بتحوط الشغل على نفسك عشان ما تحوطش نفسك لمنت أنا وقعت في الحتة دي كذا مرة أن أنا أوصل لحاجة أنا عايز أقول لها بس تمام كده طبعا بقى لا بس أنت حلو فيك أن أنت عارف قدراتك كويس وعارف أنت عايز إيه والأهم من ده كله الشغف اللي كابتنها واندي بتكلمك عليه اللي واضح قوي حتى في كلامك فما فيش شك أن أنت إن شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى في حتة تانية خاطر يا رب يا رب إن شاء الله بنركه نورتنا بجد وأنا بتوقع بص أقولك على حاجة ولا هاختم بيها الفقرة دي والله بجد ارجع للتاريخ البرنامج وشه حلو على ناس كتير كانوا يعني ديوف لينا قبل ما يروحوا بطولاته منهم اللي راح بعد كده وتقلق كمان منهم جيانا في الأولمبيات فأنا متفاقلة وإنت تفاقل إن في جد ممكن يكون البرنامج فعلا وشه حلو عليك زي غيرك يا رب يا رب بإذن لن نصدفك وتكون بطل بقى أولمبيا وحتى بإذن الأولمبيات القادمة تكون مترشح لها وأنا أتوقع عليك برضو على المستوى العملي برضو تبقى مهندس ناجح لأن الجامع بين الاثنين مش صعب على فكرة لما أوصلت إنك مهندس مدني ما شاء الله دي مش سهلة يعني أنا فكرة برضو وعندي كان أصحاب ليه كتير في هندسة وكانوا برضو رياضيين لا هي صعبة صعبة جدا وجامعة القاهرة وجامعة القاهرة وضو صعب كان عندي دكتور ده ودودي عمر وربنا يكتب لك كل النجاح وكل الخير شكرا يا عمر نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل خليكم معانا أكيد كلامنا في الكورة لسه متواصل وكمان هنتكلم أكيد عن المنتخب كأس أمم أفريقيا وعن النادي الأهلي واستعداداته القرية ضفنا العزيز جدا أستاذ محمود صابري الناقد الرياضي صباح الهنم صباح الفل أهلا الأهلا صباح نورنا يا فندي بأهلا بحضرتك خلي 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 حضرتك طيب خلينا نفتدي بفيتوريا وطبعا هو حديث الساعة يعني وبعد مرور سنة ونص من وجوده معانا في المنتخب تم اتقالته بالأمس لو تلخص لنا مشكورا رؤيتك للسنة ونص انتهاءا بقرار الإقالة ورأيك فيه برضو إيه منين يودي على فيه إيه رأي أجمع أو نا هو فيه صدمة فيه صدمة في الشارع الرياضي فيه صدمة في حتى عندنا احنا صدمة من المشهد والبداية حاجة والنهاية حاجة تانية يعني انت بتجمل كل المباراة اللي تلعبت مثلا 18 مباراة ودية على الاسمية هتجد ملامح في مباراتين ثلاثة مباراة بلديكا في الكويت اللي أبناها في أجواء مختلفة مباراة الجزائر اللي أبناها في الإمارات مباراة تونس اللي قسرناها ثلاثة واحد ما عرف ماش نعمل حقسرناها هنا في القهالة ثلاثة واحد موجود الفريق كام مباراة زامبيا بعد كده كل المواجهات المختلفة كلها مع فرقة تصنيف ثلاثة رابع ثلاثة رابع لكن المباراة التدريبية أنا بسميها تبقى فرصة أنت عاوز تطبق جملة عاوز تحفظ اللعبة بتاعتك حاجة لما جيت بقى دخلت بقى في مع معاة ما ديش بقى تقول لي أصدركت الحرارة مع تصريحات غريبة جدا حقيقة إذا أنت مش عايز في القرى السمراء مع كامل احترام كان لي رأي في هذا الرجل منذ البداية أعمالة شديدة ومنطقية وبدون أي حاجة لابد أن أشعر للمدرب بأصابع وأنامل داخل الفريق وفي أرض الملعب يعني حس أن المدرب يعني في حاجة المدرب عملها عارف لو حرك لعب من مكان لمكان لو خلوا واحد عمل حاجة عمل جملة صغيرة هقول الرجل ده عنده حاجة إذا أحنا في بعض الأحيان كنا مندور على تعبير وش بس هو لي وأنا بقول لحضرتها أنا بقول لحضرتها ماشي يعني بأمانة شديدة الاختيار من الأول والضجة ورد الفعل الكبير جدا الناس خليتها فطار إنه مثلا كان الرجل ده الأهلي بفوضه فإحنا الأهلي مرديش روح لأهلي فاجلنا إحنا ماشي أوكي وهو ده الانتصار ماشي ده الانتصار ده كان بداية الخيبة لأنك إنت لما تيجي تختار مدرب ها أنا يعني السيدس كريم أنا كرهت كلمة اسمها كلمة مشروع كل أحد يقول لك أنا جايب ما إيه مشروع أنا معرفش أعوزين تفاصيل مشروع ما حدش ردي يقول لنا ويبقى نتيك تو إيه وعمل إيه وقايم على إيه والدعائم بتاعته والحدوتة كلها الموضوع أكبر من أزمة الخروج من دور الستاشر فهو مع أفريقيا كورة الخضر المصرية في أزمة حقيقية وأزمة على مستوى الكواليتي كواليتي اللعيبة مستوى الفكر فكري مين بقى فكري الإدارة الإدارة والنواحة الفنية الأداء اللعيبة في الملعة بص على الإدارات الفنية المختلفة بص أنت فين المدرب الوطني بتاعك يعني إيه أديك وراء ألم وإحنا عدين لدينا على الهوى سميلي أربع خمس مدربين في الدولة المصرية وطنيين وعملين شغل وعملوا حدا أنت شايفها في حالة انبهار علينا أن نتوقف الآن ومن الأمس عن النفخ ومنح ناس حاجات أكبر من حجمها أسطورة الأساطير ونجم النجوم عشان مشات شوطة عشان نجاب هدف عشان عمل تمرينة فين المشهد فين هاتلي لعب في الدور المصري قيمه قول لي لعب خمس مواسم وربعة طيب خليهم أربعة طيب خليهم مسم واحد طيب هاتلي نص نوسم 18 مباراة لعب بنفس المستوى وكان على نفس الدرجة في نفس الأداء هتلقى فين الأداء إيه هتجد مش بالصورة الكاملة ليه إحنا توجهنا تركنا الابتهم ده كده بيطال الأندية لا أنا بكلمك أنا بكلمك بصفة عامة بكلمك على صفة عامة مستاذ محمود بقى هيفتح ملفات النهار لا لا مش أنا مسألة هجبنا في توري شيل في توري هو مين اللي بيشغل في توري في الملعب اللعيبة لما يبقى عندك تيم وذلك احنا قلنا ايه جنوب أفريقيا احدى انفجات البطولة بسبب ايه بسبب تجربة قديمة 7 8 لعيبة من سانداونز معهم اثنين لعيبة من الأندية التانية تيم مشغال مع بعضه فتجد فيه تطول في الأداء أسبانيا خدت كاس العالم وخدت أوروبا فعشرين عشر وكسرت الدنيا تمل تسع لعيبة من فريق برشلونة دفع لهم اثنين ثلاثة من هنا سيطرنا على أفريقيا 7 8 لبع من النادي الأهلي كان متسايد دوري أبطال أفريقيا خدنا 2006 خدنا 2008 خدنا 2010 دي أجيال مش هتتكرر تاني لما تيجي تبص على المشهد الحالي اللي انت شايفه على عين ورأسها هتلي مدرب ياخد 200 ألف دولار و300 ألف دولار بس ده حرام لما بص على سبستيان دي سابر المدرب بتاع الكونغو بياخد 18 ألف دولار لما بص على مدرب فريق كابفيردي اللي وصل للربع النهائي بقولك بياخد 4500 دولار مش عارف على 10 ألف دولار لكن انت نظرتي للجانب وسبت الأساس الأساس فين اللعيبة بص على اللعيبة بص كمان على اختياراتك اللعيبة ايهو الهدف لما الفريق رايح ننتقل مصر رايح ما فيوش لعب ناشئ 18-19 سنة يعني دولة ده كله فيوش حد لفت نظرك ما فيوش حد يعني للدراجات كل المنتخبات ناشئ من سن 23 ناشئ من 23 ناشئ من 25-26 فاللي انا عاوز اقولولك احنا محتاجين نحوان المسألة يتقعد لها بقلنا 14 سنة مش عارفين نوعد مش عارفين نوعد ولا زلك بص على السنغال بص على السنغال عندك اهو سيطرة على كل بطولات الكان ناشئين شباب كرة شطائية سيدات مشروع فيه هدف فيه حاجة معمولة فيه شغل فيه حد بيشتغل لصالح البلد فيه واحد عنده قديته ان انا عاوز انجح ماشي هتاخد اللي انت عايزه بس الديني حاجة بتقول انك انت بتنجح الديني حاجة بلد دي تستحق انها تكون احسن من كيرا يعني اخد اللي انت عايز حدتو اخد المصلحة مثلا من السفحات اللي بتتعمل بس الديني حاجة تقول انك انت بتخدم حاجة لما تجي انت تبص دلوقتي الناس خدت كلام كارلوس كوروش لما جيه في التجربة بتاعته وعده كده ماشي لما قالك ده مش عارفيني باصه ده مش عارفيني مرة ده كارثة اتهم خطير للبنية التحتية والشغل التحت على فكرة يعني ده دليل على انه اللي تحت ما بيعلموش انت بحتاج ناس تعلم مش بحتاج ان انا كل حاجة بطولة في قطاعات النشيات يعني احنا ما نقدرش نغلط اللي ياخد الانطباع بان بقاء الحال المايل على ما هو عليه هو في مصلحة اشخاص بعينهم او جهات بعينها سيبقى الوضع كما انت لما سيطرت وركبت في الكرة في افريقيا كان نجاحك جاي من فين وان بدورت مصابق الدوري قوية جدا مدرجات ممتلعة على الاخ وروح من التنفسية رهيبة وصابق قطاعات نشيئين كبيرة جدا تحت وفيها شغل بدليل عرفت تاخد بطولة افريقيا للشباب بطولة افريقيا للنشيئين بص وطلع عندك مجموعة مدربين واصلوا غاية ما واصلوا معك انت النهاردة تعالا بسكتي ورا وقلم زنبورها بعدها لك تاني وقل لي تعالا بص على مصابقات النشيئين وحلها على مستوى تقيمك ايه من البعلم؟ يعني بلعب 12-14 سنة اقول له عاوز بطولة مش عاوز بطولة انا عاوز حد يعلمه يطلع يتم التأسيس يعني قسيات الكورة ازاي مرر ازاي باصل اللعب كورة هو تسليم وتسلم وتحرك زي ما انت ما اقول لك دولاتي كل حد بطل كورة عاوز يبقى مدرب طيب قوله تعمل لي وحدة تدريبية كده اعمل لي وحدة تدريبية كمنا لو سمحت يوهو الهدف؟ هل الهدف تحولت ان هي سبوبة اكاديميات من اجل استنزاف اولياء الامور والاسر لا مش شكل اكاديميات من اجل استنزاف مش قصوى دي برضو يا سيد محمود اكاديميات موجودة في العالم كله في اكاديميات بارسلونا وريال مدريد اخودي بقى اللي عملته ايه تجربة المانيا اقولي عاملة اتناشر الدولة عاملة اتناشر الف اكاديمية على مستوى عشان يطلع المنتخب اللي غالب البرازيل سبعة هي بتبقى مشروع دولة في دولة في الاخر يعني منتخب ده لازم يكون مشروع حضرتك انت لازم الهاي العب كبرة مش هيدفع انت بتدوري على المهمة في العمر الصغير طبيعي انه يدفع مفياش حاجة وبعدين ممكن ينضم لما انا بصي في اوروبا لما بيكتشفوكي ويعملولك الاختبارات شوف القياس الاختبارات بره بيبقى عاملة ازاي وانت هنا انت اختبارات تلوح اختبارات عنديها كده في اللصة ويشوف البضع عامل ازاي هناك الاختبارات بياخد الاول بيشوف الولد عنده اسهات اللعب والا لأ المهاري مش هنزله في تأسيمة وعد اتفرج الناحية التانية واقولك ده فلان ناجح فلان صحيح لو لقصت كل النقاط دي في صورة انجاز التعبير يعني روشتها اصلاحية اهم بنودها ايه القعدة لابد من الاهتمام بالقعدة بتوسيع المنافسة وخلي سن التنفس في سن اكبر من ان انا ادول لاش انا اعاوز الاختيار المدربين يعني هم عملوا قرار النهاردة لك هلاختار اتنين صفارهم بره كلام ده اتاخر من عشر خمسيس سنة كان لازم عندك قيمة وكان عندك على اقل اربع خمس ست مدربين انت اخترتهم وصفرتهم بره واخترت احط اساس اختيار الناس ده عامل ايه بعيد عن المجاملة يا اخي نفس بعيد عن المجاملة حد كويس عنده فكر عنده شخصية عنده جيد لغة تفضل هنطلعك بره ترجع للبلد ترجع هنهوديك في الحتة بفلانية هنسكنك في الحتة بفلانية عاوزين نعمل عندنا هدف لما اطلع انا او ربي دلوقتي كادر وربي مدرب يبقى النتيجة هطلع ايه لما يبقى عندي مدرس شاطر هطلع لتنيني شاطر لكن انا عندي دلوقتي مدرس على قده وفي الولاء والفصل هايج مش هادش عارف السطر عليه مدرس معنده شخصية ومش اقدر يملك وكل هدف نعمل لدروس خصوصية ها في فرق فانا لما يكون هدف يكون هدف ان انا اركز عاوز اعمل حاجة اعمل حاجة المين للبلد اللي برضو بتديني مقابل مين اللي حاجة بتقصده بدا مين اللي هو مش بقصد حد انا بتكلم بالصفة العالم بتكلم على جهة بتكلم على التحاد الكورة التحاد الكورة اللي هو قايم على المنظومة كلها اتحاد الكورة مكرر لنفس الامور على مدار اسماء ما انا بقول لحضرتك جينا فترة حصلت عندنا طفرة عشان كان فيه ناس بتحب البلد بتكلم بقى الا ايام 2010 ايام بقى ايام لا ارحمه سامير الزاهر كان فيه ناس يا فاهمة يعني بتوع اللعبة زي ما بيقولوا اللي انا عاوز اقوله خلاص احب ماشينا يا عمي فيتوري وعين مانا خلاص ماشينا فيتوري بعد ماشي كروش ما هو ده السؤال ماذا بعد طب تعرف كروش عمل حاجة اهو على قد انا برضو بص بقناعاتي بيكا مدرب وليلا يعني ايه احنا عندنا اتجاه غريب جدا رحنا للبرتغاليين وسلمنا لهم الامر يا جماعة البرتغاليين نجحوا معدودين على اليد يعني اللي اده صورة عنهم مانو الجزيه بل بس اللي اده صورة عنهم مانو الجزيه اه خلاص اتعملوا اللي ما تعملش وهو قدم ما نقدرش ما ننجلش لكن اتعمل اللي ما تعملش بعد كده يمكن الصورة على فريرة بعد كده النتائج مجملة ما فيش لكن رغم كروش ده انه يعني بس لكن عمل اللي اكتشف محمد عمنا ما لسه كنت عايز اقول لك انا بقولك فيه في واحد برضو ايه بياده طلعلك اتنين ثلاثة انت بشو اخد بالك منه وصلك للنهاية حتى لك لو اعتبرنا انه دي حسنة انا بقولك اه هل الحسنة دي الوحدة كمينة الراجل انت ام اعملش بالك انا جايلك بس هل الحسنة الوحيدة دي اه في رأيي بعض هي حسنة وحيدة حسنة وحيدة هل الحسنة الوحيدة دي كافية لان بقينا نسمع في الكم يوم اللي فاتح الناس بتطالب بعودة كروش مرة تانية اه اه لا 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 ده اعاوز اقولك على حاجة ده دليل انك انت معندكش اللي بيطالب بالكلام ده والعودة الوحيدة اتعارف كروش دلوقتي هيقولك ايه لو انت جيت وتقوله تعالى ده مكرم هلك هناخد زي ما كان الراجل بياخد هاياخد عالم طبعا هو راجل استاذ على فكرة يعني هو كان بياخد تسعين الف دولار مثلا انت النهاردة الناس صدمت من الرقم الرئيب هو انا معنش الرقم ده مش مبالغ فيه بشكل كبير جدا ده جدي انا على فكرة ليه ليه ياخد رقم زي ده لا انا يعني كل الكلام كان 200 ده طالع 200 و 40 200 و 40 الف يورو والراجل اتخض في البطولة ما عارفش سيطر يعني اول ما دي فيه جول والتاني عرق وتكلم اللي جنبه لكن 200 و 40 هايطيره لا مش سابق 200 و 40 هايطيره مش فارقة معه هو 200 و 40 لكن انا بتكلم على ايه على المجمل انه الناس كلها قادة على فكرة كلنا حاسبين حاسبتنا هنكسب يا عم موزنبيك ها ونتعد المعغانة ونعد كفردي ايه كفردي دي في الكورة الصدمة كانت كبيرة ليه خلاص لم يعد هناك صغير ولا كبير خلاص كله اشتغل على نفسه كله اتطور شوفي حجم الروح والحماس الموجودة عندهم نفسين لا هي دي النقطة العالم اللي حواليك وكمان بيشتغلوا بشكل كبير وانت محلك سر لو عدنا ونهوان وحضرتك وحضرتك ووجبنا اننا نتكلم انا محتاجين حاجات كتير نتكلم لكن اقول لك ايه لازم بامانة لازم لازم بفي حالة فوقان ما ينفعش يعني مش هينفع تكمل بالمنظر ده طيب انا عندي سؤال معلش وانا وكريم سألنا السؤال ده كتير ومحدش جاوبنا اجابة صريحة اه ليه ما بيكونش في محاسبة لاتحاد الكورة وفي نفس الوقت يكون في محاسبة لهذا المدير الفني اللي بيجي وبعد لما كمان بيعمل فينا اللي بيحصل ده بياخد فلوس ويمشي يعني هو بياخد فلوس حتى التعاقد ده اه يعني يعني مفيش في العقد بانت في عوار مين اللي بيعمل العقود والله التعاقد المبدأ نفس الفكرة نفسها مش عاوز اقول لك ايه ربما خداعنا المرحلة يعني حد قبل بحالنا فانت بتسليمه يعني ايه حد قبل بحالنا لا لا انا بكل بشرح لك المنطق للأسف لا المشهد اللي انت شايفها مسألت المحاسبة مستمثلة في وزارة الرياضة دورها بيبعمل ازاي لا الوزارة ملهاش دعوة لا لا وزارة الرياضة لا دورها رقابة لا لازم يبقى لها دعوة ملوش دعوة بالاختيارات ملوش دعوة بالاختيارات مش متكلم عن الاختيارات انا هتكلم على الرقابة والمتابعة بتبعت لجنة الدين يا عم انت عملتين نو بس ما فيش اي حاجة قد مانا بكلمك هو انت صرفت كام على الرجل ده خلاص احنا واحد فنية هم ملوش دعوا بيه لو اقولك اخترته زيه لو الاتحاد مش بيستخدم سياسة الثواب والعقاب مع المخطئ او مع المجيد من ناحية ومن ناحية تانية مفيش جهة تانية بتتعامل بنفس المبدأ الثواب والعقاب مع الاتحاد نفسه طب اللي احنا فيه نتيجة طبيعية ما هو كريم الثواب العقاب تم في مسألة ايه؟ في مسألة تفضل العلاق وعقالة الراجل وخلاص الراجل يتم تصفيته مجعلكو يلا هو ماشيناه طب احاول لحظك على حاجة طب خود انت شفت التقرير بتاعه كاتب في ايه؟ اه 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 تصريحات تصريحات بتاعتهم امرت ولا ما خاتب قذك على التقرير ولا التصريحات لو التقرير كاتب في ايه؟ طب لا احنا نرجع له بقا قالك دركة الحرارة اه مدي تصريحات قالك حزي ما مفرد علي ناس سمعت دي؟ طب انا حاول لك على حاجة وستدخل لا لا سمعت دي وانا ما سمعت هايش اهو قال الكلام ده طب عاوزين نسأله وسأله ليه طالح تقولك كلام ده دلوقتي؟ يعني يعني انت ليه رتضيت بالامر لو كان فعلا حازم امام جراجل قالك خد فلان وعلان يعني امر في غاية الخطورة وامر بامانة شديدة يستوجب على حازم منطلع يرد عليه لانه ليه؟ لان كنت لو كان حصل الكلام ده عاوزين نعرف مين؟ لما انت تقولي الكلام ده وتعود تقولي في الغرف المغلقة وعاوز تبرر الكلام ده لا ده انت كده لا تصريح خطير طبعا لا يبقى العملية فيها حسابات اخرى وامر في منطقة خطورة لكن انت قول ان انا فشلت اطلع اعترف بدل ما تقولي الاصابات وطب من اختار الناس؟ طب من اللي جاب الناقل اللعبة دي؟ يبقى احنا نطلع فاصل ونقعد في الفاصل ده نقلب الموضوع في دماغنا ونرجع نكمل الكلام مرحبا حضراتكو ده خلاص الفاصل الاخير كلامنا لسه مستمر مع دفنا العزيز جدا استاذ محمود صبري الناقض الرياضي ونقطة اعتقد كل البرامج الرياضية والنقاد الرياضيين والصحف الرياضية كلمت عنها ولسه هتتكلم عنها على فكرة محدش يفتكر ان الكلام عن المنتخب وما حدث مع منتخب مصر كده خلاص خلص وتعالوا بقى نبص القدام ونشوف اللي جاي لا معلش هنا هنقف شويتين ثلاثة مش هنبص بس اللي قدام لان اللي قدام ده مرتبط باللي احنا فيه دلوقتي وباللي حصل في الماضي فهي لازم تحلها ولازم تفهم ايه اللي بيحصل عشان تقولها هبص لقدام مش عارف هبص لقدام دلوقتي معلش مع كل احترامي فعايزة بقى احنا في الفاصل قعدت كده هي طلعت اللي عامل دراستي بردو بص بقى الجميل ان انت تعالش شوف تصريحات فيتوريا قبل البطولة وتصريحات فيتوريا بعد البطولة اولا مثل الحاجات المثيرة جدا اللي عجبتني قالك احنا عندنا القدرة مع السكواد الموجود يعني مع اللعيبة الموجودة ان احنا نفوذ بأمم افريقي ده كان قبل بعد قالك ايه لا ما اسلحنا امكانياتنا يعني مش الافضل والدرجة الحرارة ومفروض عليها نايزة وغيره 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 من الحجج يعني انا عارف انا لما اخسر يعني انا لو مكانه لو قسرت هقف البقي خلاص الاعتراف بيدي بردو احترام لكن ان انا عد ابرر بأمور ليس لها علاقة بالمنطق سهيئة جدا خصوصا ان انت كت تواثق قوي من نفسك ومن المنتخب ومن السكواد ومن خطتك ومن دراستك للفريق والفرع المنافسة للمنتخبات المنافسة صح او غلط ده كله ده ما ظهارش فيش احنا ظهرت الحقيق يعني انا في بداية الكلام احنا قلناه اولا انا بطالب حاس امام لازم يرد على التسريبات اللي طلعت دي بشأن الكلام اللي قاله الرجل هو تسريب ولا تسريح اه لا تسريب تسريب طلع اه سلما مسمعتوش فعلا لا الرجل لازم حازم يقولك الكلام ده ما حصارش لان انا معتقدش فعلا ان حازم يقدر يفرد حد او ادخل في حاجزة كده لانه عارف ان العلم فتحة تتهم صريح اه طبعا انتهم صريح في مرحلة مدرب عاوز يداري فشلوا فيارم يبقى درجة الحرارة ده كده بقى اللي عاملوا كده بطولات فافريقة دول ابطال على فكرة مش المسائل مستهلة بقدر نحكي انه فعلا يا بطولات بتيجي بالعرق وبالدم وبالاخلاف مش فامع ايبا في حاجزة اسمها اصلا بكسة في الجو الخريقي لا 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 نعمله تاكيف في كل ملعب يعني وراح تاكيف برضو مش هلعب كرة لكن انا عاوز اقوله لك انه فعلا الصدمة والناس لدركة الناس كلها قاعدة فعلا المحتم يعني انت منتظر حاجة يقولها المنتخب الشوط يمكن اللي تلعب في ماتش غانه ده بدافع اللعبة وروحهم بعد المشهد اللي انت شفته وعاوز اقولك على حاجة لعبت واستفدت من الاخطاء بتاعت المنافس يعني انت ما جبتش جول واو ولا كسرت الدنيا هل ينفع يجوز منتخب مصر بعد تاريخ ده كله لا ما عارفش يعمل جوم الوحيدة في المباراة يا كريم فحير ما تعرفش يعني عاوزه لك لانت امتلكت الناس كلها بعد كده لتلك ياه ده احنا احترمنا كيروش فعلا ده الراجل عارف امكانياتنا ايه ولعب عليها وصلنا للنهاية اه 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 لا افل ولعب بطريقته وكانت بالناس مش راض يا برد وقتها وكوبر ودنا كاسعالة ولعبنا فينال 2017 وخسرنا النهاية في عشرة دهاية قدام الكاميرا خلاص كيروش وصلنا الفينال لكن لم يستفيد مما حدث لاث الفينال فخسر بطاقة التاهل للمنديال عشرين او عشرين يعني انت خسرتها بضربات الجزاء ولعبت مع السنغال مباراة كبيرة لم تستفيد مما مقدرش تحسب في القاهرة فتم تعجيل حسم الى دكار وهناك في دكار تلعب ضربات الجزاء وكان حصل عندك ضرب غريب جدا في ضربات الجزاء والنجوم ضيعه وهي ده الكورة فلكن عاوز اقولك ايه هل انت بعد ما حصل ده كله او حتى بعد ما حصل اخفاق في المنديال تعالى 2018 وتزيننا المركز قبل الاخير قبل بنما ها وقامت الدنيا وما عادتش هل اخدنا خطوات لا يعني عاوز اقولك ايه هل تغير المشهد يعني الان يتم النفخ في مدرب المنتخب الولمبي ميكاني طب استنى يا جماعة يعني ايه استنوا لما نصبر قليلا سرعة الحكم دي بشعر هلعب في باريس دي نزعة موجودة عندنا كمصريين احنا من قديم سرعة في الحكم على الاخر لما قد يعمل لنا حاجة حلوة نشيله على كتافنا واسم الله عليه اسم الله عليه نفس الشخص لو خزلنا مين اللي جابه مين المغفر اللي اتعاخد معه وعجات زيكرة بالمناسبة من ضمن القرارات اللي تاخدت بعد اجتماع الامس في اتحاد الكورة انه طبعا تم تكليف ربطة محمد يوسف بشكل مؤقت ودي الحت اللي عايزة قف بقى مع حضرتك عندها لحين التعاقب مع مدير فني أجنبي تعال بقى قال لك صريحة كده قال لك صريحة أجنبي ده على حد علمي ايه بقى ايه بقى ايه بقى الوضع ايه بقى الوضع الجابه عدوين على اين تهاجم من كبت محمد يوسف اتعرض على الرجل ده انه اشتغل معه مرضيش ها شاف السفي بتاعه قال له بنا ده راجل عامل تاريخ واخد دوري ابطال افريقيا ومع الاهلي واخد دوري وكذا كذا ده انا عاوز حد قال ايه صغير اعلمه يا سلام يا مدرس حيوة الله نعلم ايه يا سلام يا مدرس العلم والعلماء يا ترعة المفهومية يا ترعة المفهومية يا فيرسوف عاوز حد صغير اعلمه ماشي خلاص ما استفيد بخبرة من الراجل اعلم مين انا اعرف تجربة ما انا بكلمك اجيب حد اعلمه على اعتبر انه هو معلم حتى لو معلم انا دولاتي محتاج كل الامكانيات الكبيرة مش اعلم حد ما انا بقول لي حضرتك عادنا ندور على المعلم لينا عاوز اتعلم احنا بنقول حكا من النهار انا مكانية كدينة اوه واشعار شيء من الاشعار الامور بامانة الامور اذا ما يعني انا قبل كده يعني قولت هنا مع حضرتك ومعاك قبل كدقلت يا جماعة انت ممكن لما تبقى تتولى موضوع المسئولية انا لو عملت خطوة وخطوتين يعني انو عملت حكتين الناس عملوا للناس نقلة او يحسوا منهم عملوا حاجة هقدروا لك ايه الراجل ده نجح في الفترة اللي هو تولى فيه في عمل كدق يعني قلنا قبل كده نفسنا اتحاد الكورة يعمل ايه يعمل مصابقة قوية جدا ويبقى عندنا تحكيم جيد جدا ويعمل نقلة للحكام بساك الاول نطلع جيل جديد من التحكيم وبتاعه وكلامه طب ما عملناش دي نعمل قطعات ناشئين ونفتح وندور ونطلع مدربين ونشوف ونبعث ونجيب الناس تدرسنا هنا يعني احنا نستحق كده اه نستحق احسن من الناس كتير اقسم بالله احسن من الناس كتير ونروح في حتة تانية وعلى فكرة احنا ربنا ادنا حاجة جوانة احنا الوحيدين نقدر اتحابل مع افريقيا لان افريقيا دي بلدنا القرل الصمراء دي ملعبنا ودي وجهتنا ودي البوابة بتاعتنا اي حتة انت رايحة فانت الوحيد مع كامل احتراب كل الاشقاء العربي اللي تستطيع انك تتعامل ولك في كل مكان يد ولك في كل مكان تواجد هي مصر احنا يا جماعة مش عاوز اقول ان احنا نعلمنا الناس الكورة والحدوتة كلها فييجي النهاردة يجي دلوقتي منظري قدام الكونغو ها الكونغو طبعا الكونغو دي لها تاريخ معانا طبعا انت شفت تصريح الركراكي لما قالك مصر فنيا مستواها في هذه البطولة زي الكونغو اللي حضرتك مدى انها في يعني فازت علينا انا مش بعلم الكون بقولك زي الكونغو انا بقول لحضرتك ان انت عطبك الان بتقاس فنيا بمستويات منتخبات اقل منك بكتير ما انا بقولك انت انت اذا وانت ديك اهو قاعدة بتتفرج وبتشوفي متش الكونغو معاك شفت المنظر بتاعي شفت انت شفت السرع وشفت الهدمات وشفت الجمل التكتيكية شفت اللعيبة اه طبعا شفت الشخصية شفت لكن مش عاوز اتكلم هنفن بفنيا وبدنيا انا بقول للناس بتطلع تتكلم يا جماعة ما تعملش خاطر وحساب لحد الحساب مساحة بلدك يعني متعودش تجامل قول الحقيقة لانه الجمهور شايف الحقيقة لان تستطيع ان تضحك على الجمهور جمهور الكورة على فكرة احنا عندنا مية وعشرة مليون محلل وخبيب ومش غلط هم ما بفهمين الجمهور لما بيطب حاجة مش بالضرورة يتسمع له يعني من ضمن الحاجات اللي برضو الاصوات اللي كانت بتتعالى اخر اخر اسبوع الاصوات اللي بتنادي بما جيه كابتن حسام حسن كمدير فني للمنتخد خلق اصبدي حسن بغض النظر عن جد والاختيار لا شك انه ده مطلب لدى فئة انه ليه ما يكونش مدار بطني وندي فرصة لحسام حسن حسام حسن في الدوري عمل يعني مع المصر وغيره وغيره عمل النتائج لكن فيه حسابات تانية متعرفش يعني رئيتي جيبوا حسام حسن عاوزين نشوف التجربة دي عشان نقول للناس بس هنعمل بس هنفتحها يعني عزولك يعني انت اجدت لفلان ومنحت فرصة ادي فرصة لحسام حسن انا بكلمة كده انا اسألك سؤال يعني اللي اتعرض له حسام البادل رغم انه جيفوا ظروف صعبة وجهات كورونا وبتاعه الدنيا اتعامل شوية عشان يمشي خلاص بعد كده اللي اتعامل مع هاب جلال كان شيء قاسي جدا برضو حتى لو كان ايه في الحسابات وفي المعايير جبت ان المدرب اتطمعش مش هينفع معنا يا جماعة والظهر الناس اخترحت كابتن حسن بعيدا طبعا عن تاريخه وامكانياته وقدراته وكل حاجة بس الظهر من كتر ما احنا ما شفناش روح مع منتخبنا الفترة الاخيرة فاحنا عايزين يجيب له المدرب مشهور بالروح اصلا ما انت بص على بص على منتخب صاحب الارض كدفار شوف بداية قوية جدا ثم هبوط الطراري وهزيمة من جري ثم خلاص هزيمة ربعية على ملعبك اربعة صيف ثم خلاص انت على شفا ثم تعود للبطولة ثم تسهل السم في اينا وبعندك فرصة كبيرة جدا انك تكسب المتش اللي جاي شوف حجم الروح والجمهور عامل شكله ازاي بحالة من الدفع المعنوية الكبيرة جدا لم يبقى عندك لعيبة تحولت فجأة من لعيبة منهزة ومكسورة لعيبة تحولت الى وحوش في ارض الملعب فيها لا تجري في كل مكان تعطلوا في الديا تسعين ويكسووا في الديا مية واحد وعشرين يعني بص انت ايه لدرجة انه بتعمالي جايزة بحال الزهول برغم انه مالي هضرت ركلت جزاء وسجلت هدف وكانت الافضل في المباراة لكن ايه هي القورة اعطت في الاسرار والتمسك ولعب الاخر منتخب مصر ما زال هو على القمة متربع على عرش القارة سمراء ولكن ليس بالتاريخ واحده تستطيع ان تكسب او ان تستمر تستمد من التاريخ قوتك تستمد من التاريخ نهضتك تستمد من تاريخك يعني حدوثك وانا كنت تعلم اللي جايز لكن الوضع على فكرة اقولك على حاجة لا لا حاجة تكمل بس انا عايز اختم بحاجة للوقت خلاص بيقولولنا التاريخ اللي احنا عمليين نتكلم بيه ده لو ما فيش فيه مستقبل وحاضر يسنده سداني حيتنسي ما اقولك وحييجي حد تاني يعمل تاريخ ويعديه ما انا بقولك للأسف الشديد لا لا التاريخ ده بناه رجال ما بناهوش يا لا بناهو رجال واقف انا بقولك انه المسألة محتاجة بس للناس اللي بيدير حاليا لا يعملوا حاجة لازم تغيروا الفكر وتطلعوا الناس وصد ما عندنا دولوقتي حاجة واحدة بس كاس العالم نفسنا مرة في حياتنا انا بقولها هو نروح كاس العالم واحنا برتحيس بس بس بيقولها ازاي استاذ ما نفسنا مرة لو سمحتوا لو سمحتوا على قدر ما يعني البلد بتديكم وعلى قدر الناس ما بتحبكم نفسهم يروحوا مرة نهايات كاس العالم واحنا قلنا خلصنا مشوار من بابري نفسنا نروحن لهايات كاس العالم واحنا زي ما عملت نيجيريا والكاميرون والسنغال نفسنا نروح من لعبش على يعني أعوز اقولك ايه نروح نلعب السنغال نيجيريا اللي كسبت والكاميرون اللي كسرت والسنغال اللي كسبت فرنسا فى الامتتاح وانت تروح تعمل ايه يعني اقولك ايه مالله لديك تكلب الله والله العظيم تعبتك اول مرة اشوفس ادعوس واحنوب تزورتنا وثلتنا سيدنا كنت معك نشكر حضراتنا على مطابعتنا نشوفك وفقا إن شاء الله وحالة جديدة عشر صبح فلا